ها 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 هو كل حاجة ما بتخدش عادي الرموشي مش رموشي ماشي مش عارف الحواجب مش حواجبيه تمام الشعر مش شعري اوكي شلال بتاع دي طبعا دي وحشة جدا في طب الأسنان اللي بتغطي يعني بيستخدمها دولة قاوي يعني مناسبة مش عارف ايه قال لها دي أسناني اغمع عليها وعلى فكرة دي القاعدة الأسنان اللي عايزكم تعرفها الإنسان يتقبل أي شيء في شريك حياته او في الإنسانة اللي معجب بيها إلا ان سنانها تكون وحشة سنانها وحشة كنتم معها الباقي كله أزواء في ناس تحب الطويلة في ناس تحب القصيرة في ناس تحب الصمرة في ناس تحب البيضة في ناس تحب الشعر الطويل في ناس تحب الشعر القصير في ناس ما يفرقش معاه الشعر خالص كل وارد في ناس بتحب البنت اللي هي الأنها خضرة في ناس أحب البنت الأنها السودة لكن مفيش حد بيحب سنانه وحشة لا بنت ولا راجل كلام ده حطوه في دماغه كويس قوي ولذلك اللي عايش عنده سنة مفقودة وعمل يصير فلوسه يمين وشمال بقوله بليز أعمل سنانك وخصوصاً إن دلوقتي فيه حاجة بقى لازم أقولها لكم سنة 1952 في تسمية آلة سمية الاندماج العظمي على ظاهرة اتواجدت عشان توصف ارتباط التايتينيوم بالعظم المفهوم بتاع الاندماج العظمي اتطبع في طب الأسنان سنة 1960 وطبعاً واحد اسمه برون مارك هو اللي بدأ يشتغل الشغل ده وبرون مارك ده بروفيسور في جامعة غودنبرج قام بوضع غنسات الأسنان لأول مريضة بشرية اسمها غوستا لارسون ده بناء على فهمه إن فيه حاجة مهمة جداً اسمها الاندماج العظمي ما بين العظم وبين الغرسة النهاردة هنتكلم على الغرسات الجديدة والأنواع الجديدة والتايتينيوم وفيلم كبير قوي وليلة يا باشا النهاردة في الحوار لأ وبعدين فيه حاجة تانية كنا بنخاف من الزرعة لزرعة تضرب عصب لزرعة توصل جيب أمفي طلع فيه دلوقتي تقنية حديثة جداً تخلينا وبمتأكد أثناء الزرعة إن أنا بعيدة على العصب وبعيدة عن الجيب الأمفي وما فيش احتمالات إن أنا غلط يعني التقنية اللي هنتكلم عليها دي تقنية تحميني أثناء الزراعة نفسها مش تحميني قبلها وأنا في الزراعة معتمدة على خبرات أو رؤية قبلها قصة برضو موال جامد قوي النهاردة القصص والبواويل كثيرة مع ضيفي العزيز الذي سيبدأ في حواره الغير تقليدي والممتع دائماً أستاذ الدكتور شادي علي حسين كل الطب ببني علاقة داك نوز تشخيص إهمال الأسنان كاليس يا دكتور عيما وتشخيص الأسنان حاجة في غاية الأهمية ربنا خلق لي مقاييس قياسية لأسنان حشوات تجميلية يعني يعني إيه كلمة حشوة تجميلية طرامة لسه ما وصلش للعصب يبينسميه العلاج التحفظ دايماً الناس بتهم الأسنان في مرحلة دي عالم طب أسنان القفال يبقى عالم مهم جداً شهرة القشرة التجميلية في الغرب أكتر كتير جداً من الموجودة في مصر تحضير القشرة التجميلية هو أصعب تحضير في تركيبات الأسنان مفيش حاجة اسمها قشرة مجار تحضير أربع ساعة عابت خلص الزلح أنا يا دكتور هخش لك العيادة هطلع من عندك بفاضي ولا بسنان هتطلع بسنان بس في الأول و في الآخر أنت ماشي بسنان أحسن من لديك ده الأستاذ الدكتور شادي علي حسين أستاذ مساعد بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس دكتوراه علاج الجذور بجامعة عين شمس ماجستير علاج الجذور بجامعة عين شمس زميل الكونجرس العالمي لزراعة الأسنان عضو الجمعية الأمريكية لعلاج الجذور المدرب المعتمد من الجمعية العالمية لطب الأسنان الرقمية اسمحوا لي الرحب بطائف العزيز اللي هيمتعنا النهاردة بحوار أكيد يعني ممتع جدا وجديد لأنه في دمج بين حاجتين مهمين أوي طائف العزيز والسنان دكتور شادي علي حسين أهلا بيك دكتور أهلا بيك دكتور أيام تبص لي سنة واقعة وبيصرف لس في الهيافة مش عارف إيه مش عارف إيه إيه يحصلوا من جراء هذه السنة المفقودة ولاية المشكلة في النقطتين دايما هو الموجه لنفسيات معظم الناس ويمكن إحنا في التخصصات تانية برضو بنعمل كده الحاجة الأولينية هو أن الإحساس أن الموضوع هيبقى لمو هياخد وقت فممكن يبقى كسل أو خوف الحاجة التانية أنه هو يبقى شاف experience أو شاف خبرة من حد تاني مش كويسة أو سمع كلام من الناس بتحسسه أن الموضوع بسيط أو هو حاول أنه هو يشوف الويكيبيديا والحاجات اللي بيحاول دايما كنا بنحاول أنه بص على جوجل يقول لك جوجلت فتلاقي أنه هو هداز أنه أن المشكلة دي ممكن تقدي لمشاكل في الهضم لمشاكل في ال... ده يعني ممكن ناس كتيرة جدا عايز أقول لك ابتدت أن هي تتخس وتبقى تلعب رياضة ومش عارف إيه والكلام دي كله مجرد مبتدت سنانه كان الأول سنانه والخلفية دي مش موجودة وهو مش مهتم بيها شكل الوش أكبر سنة من كتير جدا هضمه وحش جدا أبيز وتخينه ومش عارف يبقى حاسس أنه هو مبسوط ليه لأنه هو مش عارف يأكل حاجات الألياف والحاجات المزبوطة والحاجات الهلسي علشان اللايف ستايل كله بادي من الفم بيت الداء على قول الرسول والسلام على قول الرسول والسلام أن بيت الداء هو الفم المعدة بيت الداء بس طبعا كله يعني يعني حاسبه من الأدم لقيمات إن يقبنا عضو ده طبعا فلما منيجي نتكلم إحنا جنرال ابتدينا أن إحنا مرة واحدة كده مدخلين اتنين تكنولوجيا في الزراعة مع بعض علشان نحسن experience تحت الناس نوصلها يعني للألتمت زي ما بيقول أول حاجة حراريك بتاتيس يمكن بموضوع الاندماج العظمي أو الاستيو انتجريشن وأول واحد فعلا عملها هو برانا مارك وأحسن ده كان دكتور عزام بيحاول أنه هو كان يعني معاه إرشين فكان والده غاني جدا فكان بيحاول يعني عنده كاميرا لما جوم يعملوله كاميرا دهما حراريك مثلا كده بتيجي تعمل حاجة دهب يعني مثلا اللي بيعمله عربية دهب فهو عمل الكاميرا من التايتينيوم التايتينيوم ده كان يعني بيستخدم قبل البلاتينيوم كان هو دهب لبيض بتاع زمان كان التايتينيوم ده الحاجة إيه قبل البلاتينيوم كويس هو داركر شوية عن البلاتينيوم وبرضه عنصر من العناصر الخاملة الندرة في أعلى الكيميكل متل تشين فطبعا عمل الكاميرا من التايتينيوم ففوجئ برد فعل العظم أو الاندماج العظمي ده الظاهرة دي اكتشفها إنه هو كان ده حاطت الكاميرا دي كاميرا صغيرة من التايتينيوم حاطت عشان يصور بيها التقام العظم بعد الكسور ففوجئ إن حصل اندماج عظمي ما بين التايتينيوم وما بين العظم والأنسجة الرخوة كمان اللي هي زي الجلد وزي اللاسة وزي الكلام ده كله بتتقبلها بشكل هايل فطبعا الهافن أو الجنة بالنسبة لأي حد دلوقتي إنه يعمل الحاجة من التايتينيوم فبتدينا إن إحنا ندمج الشكل الحلو بتاع البورسلاني الشفاف اللي عاملينه جديد اللي هو الألترا ترانسلوسين زيركونيوم مع الهيكل التايتينيوم مشكلة التايتينيوم الأساسية إنه هو محتاج مكن من نوع معين مكن اللي هو الـ C-N-C كبير جدا محتاج ديزاينز عنيفة لإنه هو الموشنز أو حركة المكنة اللي بتخرج دي بتختلف من حاجة للتانية فهي محتاجة زي ما تقول كده دكتور أيمن لين صناعي وليس لين طبي to support the line الطبي فلازم يبقى فيه حاجة زي مكان مصنع تبتدي تقدر تعمل فيه الفريمورك التايتينيوم ده فكان فكرة أو تكلفة الكلام ده كcost effectiveness أو إن أنا أقدر أعمل حاجة زي كده أعمل مصنع تايتينيوم عشان أعمل بس مجرد تركيبات ما كانتش تنفع إنها تتم على مجموعة عيادات صغيرة يعني ما ينفعش واحد في عيادته يعمل يجيب مكنة تايتينيوم مكنة huge machine عشان تعمل تايتينيوم دي محتاجة مكنة زي ما حالك شايفها كده مكنة يعني ضخمة جدا فطبعا الحمد لله أنت عارف شاي نواية وصلت 40 عيادة فبقى عندنا كمؤسسة علاجية من أكبر مؤسسات العلاجية في الشرق الأوسط بقى عندي الكاباسيتي أو الكام إن أنا أقدر أعمل مصنع للتركيبات وأعمل التايتينيوم فدي أول حاجة اللي هي التايتينيوم اللي إحنا قدرنا إن إحنا نعملها وذا ما حالك شايف كده تايتينيوم إختصار تايتينيوم بلاس دايميوم اللي هو الـ U-T-M-L الـ Ultra Translucent Zirconium بلاس زاركونيوم تايتينيوم وزير الزيركونيوم اللي إحنا متعودين عليه بتعمل بالكمبيوتر وتيتينيوم كمان معمول بالكمبيوتر فده ندينا أولا في التركيب إن أنا أقدر أركب فترة أسيرة جدا التركيبات التآكل بتاع العظم حواليها أولا جدا اللي الالتحام بقى أصبح الأربع زرعات أو الست زرعات ملتحمين مع التركيبة هم حتة واحدة فأصبح في توزيع للأحمال هايل وزن التايتينيوم ده خف الريشة عمره ما يكون ريحة وحشة ليه؟ لأن ما فيش فضل ما يلتصقش على سطحه أي حاجة البكتيريا ما تقدرش تلتصق على سطحه اللاسة بتتعامل معاه بشكل هايل ما يبقاش فيه فراغات طبعا التايتينيوم ده انت ما بتشوفوه ده بيبقى تحت هو ده اللي ملتصق في اللاسة اللي حاليك بتشوفوه هو ال pink porcelain porcelain lino pink والتركيبات اللي هي بالنسبة لللي عندهم نقص في اللاسة يعني اللي بتجين زراعة شبه لاسة صناعية بالزبط الشكل صناعي الحاجة الجميلة في الموضوع بقى كمان انه هو ما فيهوش أي مادة لازق يعني يمكن كنا بنتكلم عن حاجات دي في single implants في الزراعات اللي هي بتاعت السنانة المنفردة ان دايما مادة اللازق هي السبب الرئيسي في حدوث ال peri implantitis او الالتهاب ما حول الزرع ليه لان مادة اللازق دي بتنزل بتدي تعمل التهاب حاجة في مها كأنه الجف ما يعتبرها جسم غريب وتبتدي يحصل التهاب وبستلاقي ان فيه ورم حوالين الزرع بعد ما بيلزق التربوش او بعد ما بيحط التربوش دي التايتينيوم ده بيطرب التايتينيوم في تايتينيوم فاصبح مفيش أي مادة لازق موجودة نهائيا طيب ده منظر يمكن الفريم ده قبل ما بنحط عليه الجزء الزيركونيوم والجزء البينك وبعد ما بنحط عليه الجزء الزيركونيوم والجزء البينك يمكن برضو معنا صورة ليه بيبقى شكله طبيعي أسنان طبيعية تماما كانشوه دلوقتي كله فده الجزء بتاع التركيبات يعني احنا اللي هو الجزء بتاع التاي دايمون دايما المشكلة اللي كانت بتقابل الناس برضو أجين اللي هي ان انا بقى طب ده جزء بتاع التركيب احنا خدناها من الاخر للاول طب الجزء بتاع ان انا حط الزرعة جزء بتاع ان انا حط الزرعة كنا بنشتغل عن طريق الأشعة المقطعية العادية وان احنا نحط الزرعة عن طريق الدليل الجراحي اهو ده يمكن منظر التركيبات التاي دايمون هي عبارة عن لسة واسنان من جوة بقى الطايتينيوم حراك شايفه مش شايفه هو من جوة والناحية اللي لزقة في اللاسة من فوق فده بيتربط عليه الطايتينيوم وبيبقى وزنه بقى دكتور ايمون انت تشيله هوا خف الرش تمام ليه لانه هو مادة الطايتينيوم دي خفيفة جدا 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 وفي نفس الوقت قوية جدا 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 طايتينيوم هو قوي السببين يا دكتور ايمون السبب الاولاني انه هو الجزيئات بتاعته قريبة من بعض جدا فليها تركيبة فيزيائية وكيميائية بتخلي ان ما فيه السيرفس انرجي بتاعته او الطاقة السطحية بتاعته عالية جدا فما فيش اي حاجة تلتصق به في نفس الوقت لما بييجي يضغط هو حنين جدا على التعامل لو دست عليه بقى عربية نا بتقدرش ان انت لا تتنيه ولا تكسره فده الجزء بس ميزة ان الحاجة تكون خفيفة في الزرع في الكبري نفسه انه يكون خفيفة طبعا انا دلوقتي النهاردة الكبري ده محطوط على الفك السفلي او الفك العلو الفك السفلي بتاع الفك السفلي بالزاد هو مشدود بعضلة العضلة دي كل ما وزن الفك زاد اصبح المجهود على العضلة دي اكتر زي ما حضرتك النهاردة بتشيل دمبلز او بتشيل حديد كل ما بتزيد الوزن المجهود على العضلة اكتر فطبعا انا بحطه اساسا في حالات العضلات بيبقى ضعيفة لان كبير في السن كبير او انه هو لما بيخلع بقاله فترة بيحصل تراهل لعضلة المسيتر دي فانا النهاردة لما بحط التقيل ده بيعمل صداع نصف وتلاقي الدكتور مش عارف سبب الصداع نصف منين وتلاقيه روح يقول لفع ده كاتر الاعصاب وده كاتر الأنف والأذن وده كاترت الرمض وده كاترت كل التخصصات علشان يعمل يشوف الثابة صداع نصف لي وسبب انه هو حط كبير تقيل جدا فده من الحاجات اللي وجدناه هو عيوبة استطاع تراكشن تراكشن هيدك تراكشن هيدك بالزبط صداع شد عضلة بالزبط يجي يمكن التقنية بقى اللي شغالة للناس دلوقتي ان انا احط الزرعات ازاي دلوقتي اصبح عندنا في حاجة اختراعة برضو جديد اسمه النافي دينت النافي دينت ده او الاشعة التفاعلية هو اختراع ونافي ده تصار ايه نافيجيشن في الدينتل نافيجيشن يعني ملاح ملاح بالزبط جاي جي بي اس كده وهو تعريفه العلمي ديناميك نافيجيشن سيستم يعني الملاح الحركي او اثناء الحركة اثناء الفعلي اثناء العمل اثناء الحركة انا بشتغل بالزبط هو ده فكرته ببساطة احنا بنحط زرعات اللي في اتجاهات صعبة زي الاولونفور بنحط الزرعة ميلة بشكل معين بنحط عايزين نحط في مناطق جنب العصب في وراء الجيب الانفي عايزة حط الزرعة في مكان علشان امن يعني اوفر على المريض ده انه نزرع عضل فده عبارة عن موشن دي تيكشن كاميرا الحركة ده ما حريك شايفها دي كده هي عبارة عن كاميرا بتصور الحركة وبتفضل ماشي وراها فهو بيلقط التارجيت بتاعه التارجيت بتاعه هو مع الجهاز ده في حاجة معينة بتركب على الجهاز باللي بيحط الزرعة زي شكل دايرة كده فيها حتة بيضة وحتة سودة كده زي ما بيبعينا في الصور الجهاز بيقرأ الشيب ده ويشوفه رايح فين احنا بنعمل التخطيط الجراحي بتاعنا للزرعة في اي حتة انا عايزها دكتور أين ولترالي في اي حتة جاعة الجبل في جنب عصب في اي حتة في اي حتة انا عايزها وانا مش خايف ليه لان انا هخش من الاتجاه اللي هيعجبني والجهاز هيوريني الاتجاه الصح اللي انا همشي به فيه ويوري حضرتك تارج زي ما انت شايف كده تفضل ماشي موجهك انت عايز تحط الزرعة دي للزرعة اللي احنا عمنا لها تخطيط قبل ما نشتغل يفضل ماشيك يقولك لا خشي مين شوية خشي شمال شوية اوقف اوقف في 30 ثانية قدامك كمان شوية وتقف اول ما توصل للعمق تقف تحط الزرعة في المكان المخطط ليه بالزبط بهامش ايرور 3 من 10 تلاف 3 من 10 تلاف من الملي يعني تقريبا ولا اي حاجة فبالتالي انا النهاردة قدرت ان انا حط زرعة بدون جراح في 30 ثانية من غير معمل خطوات مقاسات عشان اعمل دليل جراحي قدرت اشوف ودي ميزة كانت حلم ان انا يبقى بدل اكني بقول اكس راي فيلم اكس راي او صورة اشعة بقى عندي فيلم اشعة بدل ما انا عندي صورة سابقة فيلم يعني فيلم متحرك متحرك صور صور وراء بعضة بالزبط بالزبط بقدر ان انا امشي عايز اخش في العظم في الحت في الاتجاه ده عايز اعمل كذا في العظم في الاتجاه ده عايز احط ده افكرني بايه النافي النافي سيستم النافي سيستم يفكرني زي ما يكون انت رايح مشوار واحد مهتم بيك او في بيكلمك طول المشوار لا مش بيكلمك ده انت بيصور لك وهو بيقول لك انت وانت ماشي كده في قدامك صور مدرسة اه وهو شايف الصورة ادخل يمين ده مش بيصف لك وسابك لا ده هو معاك اول بول لا ده كمان يعني هو يمكن لو قربناها للناس زي جوجل بس كأن جوجل بيتحكم في الدريكسون والفرامل كويس يعني هو ده لوقت التسلا بقى اللي هو العربية التسلا ده لوقت بتمشي الوحدة كويس فهو هو متوجه انه هو انا اقيله انا عايز اروح في الحتة الفلانية هو بيشوف الطريق اللي هو الاول اللي بعيد عن المزحمة يعني ذاي بالزبط جوجل كويس يقول لك لما يلاقي حتة زحمة يقوم جايب لك حتة تانية تروح منها كمان بقى بيدوس لك فرامل وبيدوس لك بنزين وبيخش لك يمين وبيخش لك شمال هو الجهاز ده بيوقف لو انت دخلت على حتة غلط لو انت ماشي في اتجاه غلط يقوم واقف والدوران يقوم واقف خلاص دوران يقوم الحفار الحفار ده او الزرعة نفسها في حط الزرعة ما هو اصل ده تعرف الدليل الجراحي كنا بنستخدمه ان احنا بنحفر به بس لا انت بتحفر بس انت بتحفر وبتحط الزرعة وبتاني كل حاجة بالجهاز ليه انت كل ما بتقرب من العضن هو بيوريه لك انت فين بيوريك مقطع عرضي ومقطع طولي ومقطع كروس ساكشن انت بقى سؤال مهم اه بالوقت وانت بتحفر مهمة او بالنسبة لك بتعرف انت بتحفر فين بعيد عن عصب بعيد عن جيب أمفي صح؟ تمام تم انت كده امان من تلترى لما حفرتي تمام لما حط الزرعة هحتاجوا تاني في ايه هحتاجوا تاني ان ما يحصلش برضو الى النهاردة انا ممكن اعدي من جنب العصب بنص مليا دكتور وانت بتحط الزرعة تروح جاية بالعصب وانا بحط الزرعة مايلي ايدي شوية كده او بخبط العصب بس ارقى كفية بقيت حاجة بروح دكتور سنان لا بقى سؤال الفات ده سؤال الفات ده هو العظيم هو ما بيسبش انا كده تمام وهو عارف نوك انت عارف حدرتك جزء من الليرنين كيرف ده الجهاز ده صعب جد ليه انت بتعمل قياس بتقوله لازم تقوله كل اداة عندك تعرفه عليه كويس بنقعد نعرفه طبعا الكلام ده مرة واحدة بس بنعرفه انا والله عندي الزرعات اطولها كزا وعندي الشنيور بتاعي ده اللي نعمل بيه ده ده حجمه كزا ويشوفه ويقرأه ويعمل ينازم يقرأ يقيسه يقيسه بحيث انه هو لما يجي يوصف لك اي حركة يوصفها لك صح ما في المال يبقى هو عارف فهو يعني هذا شنيور مثلا سمكه قد ايه بيحفر بسمكة قد ايه بطول قد ايه ومن الحاجات برضو اللي انا بحبش ادخل الناس في تفاصيل كتير بس كلمة حفر دي ما بقيتش موجودة ليه بقى احنا كنا زمان لما بنيجي في حاجة اسمها mechanical drilling كنا نبتدي ان احنا نحفر حفرة جوه العضل علشان نحط الزرع كويس فكان حتى الحفر ده بيخوف الناس كلام ده ما بقاش موجود الكلام ده دلوقتي بقى في حاجة اسمها biological insertion biological insertion ده ان احنا بنلف بالراحة خالص كده كويس بأداية بدل ما كانوا مثلا خمس ستة أداية أداية واحدة وبعدين قم حطت الزرع بضغط بسيط من طبعا تورك يعني عزم من الجهاز ويه الزرع بدل ما كانت بتتعامل بحفر لا بتتعامل زي الساندويتش يا دكتور ايمان عارب اكدنك ايه بتزق العضم شوية كده لبرة وتقوم مزحلقها في النص كويس فعمل عشان ما تهدرش عضم عشان ما هدرش عضم عشان ما حفرش هي كلمة حفر دلوقتي اصبحت غير موجودة دي عايزة حلقة الوحدة اه دي عايزة حلقة والله اللي عزيم ما هو ده من ضمن السايكل على فكرة دكتور ايمان بتاعت النافيدنت ما هو النافيدنت مش مجرد جهاز بس بيقول لنا الاتجاه لا ده ليه ثتب معين في الحفر فيه او ملاش الحفر بقى الوضع الزرع ليه ثتب معين في التصميم بس هو خطواته شابه للخطوات القديمة بالنسبة للمريد بالنسبة للمريد لا هي مش الشبه خالص هو بياخد اشعة وبيخش حط الزرع معادش فيه مقاس في النص معادش فيه دليل جراحي بيتصنع معادش فيه تكلفة دليل جراحي ما اخد بالك من النقطة برضو انا النهاردة كنت زمان باخد مقاسات دي ليها تكلفة علي وعلى المريد بعمل دليل جراحي دي ليها تكلفة علي وعلى المريد انما انا النهاردة هو المريد مفيش حاجة فيزيك اللي هيدفع فيها فلوس كويس اللي هو بيجي تدفع تعمل الزرع تعمل أشعوي مش وحط زرعيته في خمس دقائق وياخد أعلى درجة من الدقة والإتقان النقطة المهمة جدا جدا ان انا النهاردة علشان احط الزرع دي بالتكنيج ده خدت وقت قد ايه خمس دقائق زيار تلاتين سنة حطيت الزرع في تلاتين سنة طيب من النقطة المهمة جدا جدا برضو البرنامج ده عنده قدرة عالية جدا 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 على الأمان للمريض ازاي زي ما انت حريك شايف كده أولا الكاميرا دي اللي بتصور فيه كاميرا بقى الكاميرا الموشن ديكشن دي بتصور كمان العملية بالكامير بتاعت الزرع فالمريض ممكن لما يخلص ياخد سيدهاية كده عليها فيديو العملية وعليها خطوات العملية وعليها كل حاجة عارف ذا فيديو الأسطرة كده اللي بتعمل بتاع القلب هو زي بالزبط نقطة التالتة البرنامج ده هو الجهاز ده مفيش منه غير 18 في العالم لأنه هو محتاج حاجة اسمها Navi Dent Pre-Certification حضرتك لازم تبقى certified علشان تدريبا تشتغل بالجهاز ده تمام؟ فبالتالي احنا جبنا راجل International Trainer هم اتنين في العالم جبناه في Shiny White الراجل طبعا الحمد لله زهل قاعد يقولي أنا ما شفتش الدكورات دي في حياتي وما شفتش المنظر ده في حياتي هو راجل أصلا إيطالي بس هو يعني قال لك أنا في إيطاليا كلها ما شفتش الكلام ده ولا يفعل منه أنا بيلف العالم بيلف العالم كله بالجهاز ده عشان يوريلي الناس وبيقولي أنا ما شفتش وأمريكا هي اللي بتتبق زيك وكده ورح أمريكا والله هو بيقولي ما شفش زي شاين هو والله الحمد لله الحمد لله حاجة تانية إنه هو غير الموضوع الـ بري سيرتيفيكيشن ده كل حالة بتتعمل بيقوم البرنامج يقوم مقارن الـ بري بلاننج بالبوست بلاننج لأنه هو عنده بقى الفيديو أنت حصلت الزرع فين معه عارف معه مصور يقوم مركبهم لك على بعض ويقوم قيل لك أهو أنا عندي الأيرور بتاعي 0% كويس ويقوم باعت للشركة الأم الجهاز ده دكتور أيمان في منه 18 جهاز على مستوى العالم على مستوى العالم ما فيش غير 18 جهاز نافيدنت الشرق الأوسط كله بالكامل ما فيهوش نافيدنت غيره عند مصر عند شانيوات فالحمد لله قدرنا نبقى في مصاف الأوائل في التكنولوجيا اللي هي كان الغرب زمان بيتع بيرضاش إنها هتيجي لمصر بس الحمد لله السقل بتاعنا في الانترناشنال ماركت دلوقتي في السياح العلاجية بقينا حطينا مصر في الخمسة الأوائل في تكنولوجيا طب الأسنان ما شاء الله وده حاجة مهمة جدا إن انت تقدم للشركات دي نوع من الإغراء عشان يقبلوا إنهم ينزلوا بأجهزتهم في المنطقة ما هو الإغراء بييجي منه إنه الجهاز بيحق ريت بالنسبة لهم كويس يعني فبالنسبة لهم لأن الحاجات دي كلها بالنسبة لهم المستلزمات ما هو عايز يشوف عشان يبيع المستلزمات الجهاز ويبقى الريتنج بتاعه العدد الحالات اللي هيشتغل عليها الجهاز كويس فده اتراكشن بوينت بالنسبة لهم هعمل أعلى سكور للجهاز ده على مستوى العالم عايز بيسه أفعل ثلاث نقاط مهمين استفدنا منه من النهر ده في عادتنا إنه إحنا النهر ده الزراعة كان فيه ثلاث تخوفات أولا تخوف الأمان إنه أنا خايف لأ عصب مش عارف إيه لأ حاجة تانية السرعة لأنه كان فيه ناس كتير بتوعد في الزراعة فترة طويلة لأ الزراعة السرعة الحاجة التالتة إنه الكفاءة إن التايتانيام بكفاءته وإحنا نهاردة في الحوار اتكلمنا على ثلاث نقط مهمين جدا الأكروسي والكفاءة والسرعة ننخصهم في طاي دايمون لازم نحفظ الناس لا 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 طاي تايمون اختصار طاي تايتاني طاييمون هو تعبير عن طبيعة الزركونيام إنه فيه شبه من الماس الزركونيام حاجر رائع جدا في عالم طب الأسنان من كتر تقدرهم له سموه ضايمون اللي هو الماس يعني جميل ضايف العزيز السيد دكتور شريع علي حسين كالعادة عمتعنا في حوار ممتع جدا فيه وحيدة من المناطق المهمة في عالم الزراعة الزراعة حيث ثلاث نقاط ومخطاط مهمين جدا كلنا نفسنا نعمل لهم أشي في منتجاهية الدقة والمتانة الجودة والسرعة صح كده؟ خليكم مع الدكتور دي حاجات سوابت كده من دايما أفكار الناس عن العيون بتبقى قديمة تراثية وكتير منها بيبقى غلط فمنها مثلا أنه لبس النظارة بيأثر على النظر بيضعف النظر ما تلبسش هتتطعف لك نظرك بتلبس نظرة ليه؟ وانت صغير كده هتطعف لك نظرك الكلام ده مش صح طبعا مش صح طبعا حاجة تانية فكرة الجلوس الطويل قدام شاشات الكمبيوتر بيتلي في النظر الحقيقة الدراسة البرتنية في اللي جاردين قالت أنه ده مش مؤكد قوي أنه مش للدرجات يعني ده حاجة برضو من الحاجات المهمة قوي برضو فكرة أن القرية في نور مش عالي نور خافت مضر بالعينين ويخرب البصر راشيل فرمن وأكون كارول في 2007 عملوا دراسات كتيرة قال أنه ما بيلحقش أي نوع من الضرار بالنظر فكرة أن الأكل للجزر كتير بيحسن النظر الكلام ده مش صحيح صحيح أن الجزر فيه فيتامين A وبيساعد على تخفيض مخاطر تطور أمراض العين لكن فيه جامعات قالت أنه كميات يعني الجزر مش بيخلي النظر يتغير يعني سالب عشرة مهما قال إن شاء الله يأكل فدان جزر مش هيتحسن قالك أنه حاول عند الأطفال بيزول لوحده بيخف لوحده الكلام ده مش مؤكد مش صح يعني الحاول ده مرض ينبغي إن إحنا ننظر له نظرة مميزة جدا عند دكتور العيون مش يتسابع لكن بتشاف ازاي أو بتعليك زي قصة كبيرة جدا فأ يعني دايما العيون حواليها الكثير جدا من المغالطات النهارده حوار خاص جدا عن تصريح الإبصار وبرضه يعني أكيد سنتطلق إلى أجزاء من اللي أنا قلتها دي مع ضيفي العزيز القمة العلمي الكبير والاسم الكبير اللي بفتخر بوجوده معنا في الدكتور وبسعد جدا لأنه واحد من الذين بنيت دكتور على وجوده أيضا كارزمة خاصة أكاديمي من طراز رفيع وجراح عالمي بمعنى الكلمة ضيفي العزيز الأساس الدكتور وحمد عدسان تكوين الويش نفسه والعينين رسمة العين نفسية تديك إي حق أنه عنده حوال لكنه ما عندهش حوال هل الليزر السطحي أوبشن ولا في حالات ينسبها الليزر السطحي وحالات لن ينسبها الليزك في حالات ينسبها الليزر السطحي والليزك وفي حالات ينسبها الليزر السطحي وما ينسبهاش الليزك الناس لسه معداش ثقافة التفريق بين الليزك وبين الليزر السطحي أنا عملت الليزك النهاردة جالي ما يبيضه بعد 20 سنة مش عشان أنا عملت الليزك عشان أنا مكتوب لي هيجي لي ما يبيضه في نوع تاني من ضعف النظر بقى اللي هو نتيجة الليزك نفسه هنا لازم نتدخل الدكتور أحمد عساف أستاذ طب وجراحة العيون طب عين شمس زميل كلية الجراحين الملكية البريطانية عضو الجمعية الأمريكية لطب وجراحة العيون عضو الجمعية الأمريكية لجراحات المياه البيضاء عضو الجمعية الأمريكية لإصلاح عيوب الإنكسار سبع أبحاث منشورة دوليا 17 بحث تم عرضه في المؤتمر السنوي للجمعية الأوروبية أسمحوا لي أنا أرحب بضيف العزيزة القيمة الألمية الكبيرة أستاذ دكتور أحمد عساف أستاذ طب وجراحات العيون بكل الطب جامعة عين شمس والجراح الكبير أهلا بك دكتور أحمد بيض أهلا وسهلا وأهلا بيكو في الدكتور في الدكتور أنا بس عايز أعلق شوية ممكن بعد إذنك طبعا أولا الكلام اللي حقيقة قلته صح 100% إن موضوع مثلا على سبيل المثال موضوع الجذر ده بيأوي النظر دي يمكن جاي على السجع بتاع الأغنية يعني لكن مش والجذر آه فيه فيتامين ألف بس مش هو الوحيد الأكتر حاجة فيها فيتامين ألف رقم واحدة مش مش على سبيل المثال فيه فيتامين ألف أكتر من الجذر بكتير فلو أنا عايز أريد أوي النظر لو هو مقولة دي صحيحة يبقى أنا مفروض أقول مش 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 شاكل جذر على سبيل المثال الحاجة التانية إن هو الفيتامين ألف مش هو ده العام الأساسي اللي بيتحكم في النظر فيه حاجات كتيرة جدا وكإحتياجات العين من الفيتامين ألف بتكون قلالة جدا وعشان يبقى عندي نقص من الفيتامين ألف علشان يبقى يقدي إلى ضعف النظر فهيبقى مصاحب مع أعراض تانية زي تأشير في الجلد على سبيل المثال فديها تظهر قبل ما يظهر حتى ضعف النظر فهي كلامك مزبوط 100% قصة موضوع الكمبيوتر وموضوع التلفزيون هو مجهد للعين لكن مش بيضعف النظر يعني مش هو ده اللي يخليه السالب يتغير بسرعة لكن هو كعامل مساعد ممكن أنا طول ما ببص على حاجة قريبة ممكن ده يساعد أن أسر النظر اللي هو عندي يتكون ويبقى أكتر وكلما ببص اللي بعيد كلما بيكون أحسن لكن ما فيش إشاعة بيطلع من التلفزيون زي ما كنا زمان بنقول أو زي ما كان أشيعة زمان إن فيشاعة بيطلع من التلفزيون يبوز العين فكلام حقيقي مظبوط أنا بس عايز أعلق على الموضوع تلك دولة والحاول لا يتحسن الحاول في بعض الأوقات يمكن يتحفظ شوية صغيرين على الكلمة دين في بعض الناس هم عندهم حاول لكن هم عندهمش حاول الأطفال الصغيرين في بعض الأطفال هم تكوين الواش نفسه والعينين رسمة العين نفسيها تديك إيحاق أنه عنده حاول لكن هم عندهش حاول ده بتحسن تلقائيا بس هو بالأول هو مش حاول بنقول عليه حاول كاذب ده مش حاول أساسا مجرد معطمة المناخير تكبر شوية صغيرين فتحة العين شكلها يتغير مع نمو الطفل الحاول ده بيتلاشي أو شكل الحاول ده بيتلاشي لكن في بعض الأطفال عندهم حاول فعلا دول لازم يتدخل التدخل ده ممكن يكون بسيط جدا زي النضارة أو يكون عملية عايزة روح بقى للليزك الليزك عملية مهمة جدا مشهورة جدا لكن حواليها الكثير من النقاط اللي تحتاج توضيح مش نقول لغة لكن توضيحات أولا هي الليزك من أشهر وأنجح عمليات العيون لكن ليها كراتيريا أو ليها شروط لازم الشروط دي تستوفى في عين المريض علشان تبقى العملية نجحة لو الشروط دي مش مستوفى فالعملية نتاجتها مش هتكون مرضية للعين خالص وبالتاني ممكن العين دي يرجع يلبس نضارة تاني وما يبقاش مبسوط من نتيجة العملية وساعاتي بمقاس النضارة اللي هيلبسه بعد الليزك أسوأ من مقاس النضارة اللي كان لابسه قبل الليزك ده نتيجة حاجات أعوامل كثيرة جدا نتيجة أن الأول ما كانش المريض دي نفعله الليزك دي رقم واحد رقم اثنين ممكن جدا أساسا الجهاز الليزك أننا استخدمته كان جهاز قديم أو أننا عملت قطع في القرنية بالمشرط مش عملته بالفمتوليزر زي ما احنا بنتكلم بالوقتي في الطريقة الحديثة في أسباب كتيرة جدا بتخلي أن المريض أو صومة الليزك حتى متبقاش يعني في بعض الناس يسمع يقولك أنا عملت الليزك والبير جعت لبست نضارة تاني العملية بايزة العملية مش حلوة أوبع تعمل الليزك كلام ده مش مزبوط لا إن لو على هذا المنوال المفروض أننا مركبش بقى عربية إن العربية بتعمل حدثة ولا أركب طيار عشان الطيارب بتقع فبالتالي الطيارات كلها وحشة والعربات كلها بتعمل مشاكل فما أركبش العربية ولا أركب طيارة وأرجع أركب حنطول بتاع زمان الكلام ده مش مزبوط العملية دي عملية نكحة جدا لكن عايزين نوضح بس إن هي لها شروط وليها بدائل البدائل أنا عايز أوضح بس فكرة الليزك الليزك القرنية نفسيها بتاعتنا اللي هو الجزء الخارجي من العين عبارة عن طبقات زي زي الورق ده حوالي 200 طبقات الليزر السطحي أو الليزك في العساسة إن احنا بنشيل بنعمل قطع من القرنية كده وننزل شوعة الليزر الفيلم هنا بيبين القطع ده ممكن يتم بالليزر ممكن يتم بي المشرت فإحنا هنا بنعمل القطع بالليزر لكن في جميع الحوال في شريحة من القرنية أنا بشيلها شريحة دي عبارة عن مجموعة من الطبقات السطحية بشيلها وخلي شوعة الليزر بعد كده ينزل ورجع تاني الطبق دي تاني مكان المشكلة هنا هو المشكلة بقى فيه لما بعد القطع ده لما عملته هنا هو لو بصنا بالكاميرا هنا طعا الجزء ده المشكلة دي لما بقطع كده هو وبرجع شوعة الليزر هنا هو ورايح مرجع شوعة الليزر تاني كده هو أسف أرجع طبقة القرنية تاني كده هو دي ما بتبقاش ثابتة في مكانها فممكن تتحرك مكانها خاصة في الأيام الأولى بعد العملية لو دعك المريض إيدي في عينيه وفي نفس وقت بتضعف نسيق القرنية ككل بسيق القرنية بيكون من 200 طبعة بالمنظر ده كنا زي الكاشكول ده أو زي الكورس دي أو الورقة ده فهنا هو تلقاط اللي أنا عملته ورجعته تاني هو بيلحم بس ما بيساهمش في في الأنسجة بتاعت القرنية في قوتها بيبقى ضعيف فتبقى القرنية ضعيفة فلو من الأول القرنية بتاعت المريض ده رفيع عدد الطبقات قليل أو هي ضعيفة خلقياً من فعش الليزك طب نعمل إيه في هذه الحالة؟ في بدايل في بدايل الليزك كان عندنا قبل الليزك الليزر السطحي الليزر السطحي يعني شو عن الليزر ينزل على سطح القرنية؟ السطح القرنية ده عبارة عن طبقة واحدة من خلايا بنشيلها بطريقتنا أخرى وينزل على سطح القرنية مباشرة أنا ما بشلش الشريحة دي خالص زي ما عملت في الليزك بينزل على سطح القرنية المشكلة في الليزر السطحي ما خدش شيء يعني شعبية قوي زي الليزك ليه إن إن السطح القرنية فيه أعصاب بيحس بالألم فلما بنعمل العملية على هذه الطبقة العيان بيشتكي إنه بيحس بشبورة فيهنية وألم لمدة 4-5 تيام وساعة الشبورة بتمتد لمدة أسبوعين بعد العملية ففترة النقاعة بتكون سخيفة شوية فالليزر السطحي ظهر قبل الليزك هنا دي طبقة خلايا بتتشال بس كده هوت لكن شعال الليزر بينزل على سطح القرنية إحنا هنا ما عملناش قطع وبالتالي ما عملناش قطع فإحنا هنا ما ضعفناش القرنية زي ما بنعمل فيه الليزك فالليزر السطحي قد يكون أأمن في بعض الأوقات من الليزك عيبوا إن فترة النقاعة بتاعته بتكون أطول من الليزك أنا بشرحها دي للمرضى الزيزاي إنت دلوقتي ممكن تروح من مصر الجديدة لمهندسين ممكن تركب العربية المكيفة بتاعتك وتنزل العربية بتاعتك وتروح راكب العربية من الباب توصل ليه المكان اللي انت عايز توصله فيه المهندسين بالعربية طب نفترض أن العربية دي فراميلها بايزة وفيه مشكلة في الموتور في العربية والكبالة بتاعتها مش مضبوطة والعربية فراميلها بايزة زي ما قلنا يبقى أأمن تركب مواصلات ولا تركب العربية لما ترamp لا تركب مواصلات تركب مواصلات المواصلات هتنزل هتمشي شوية تستنى الميكروباس أو توقف في المحطة تركب الأوتوبيس هينزلك بس يوقف كذا محطة هينزلك في المكان اللي انت عايز تنزل فيه هتمشي شوية كمان عبل ما توصل للنقطة اللي انت عايزها بالزبط في الحالتين سواء انت ركبت عربيتك أو سريها سواء ركبت المواصلات انت وصلت بس في واحدة وصلتك بطريقة أبطأ شوية نفس الكلام الليزر السطحي مش سيء الليزر السطحي بيديك نفس نتيجة الفيمتو ليزك بس بفترة نقاها أطول شوية طب ليه ما بنعملش الليزر السطحي على طول عشان فترة النقاها بتبقى أطول واحنا في الحياة المدنية بتاعتنا ما فيش حد يقدر يأخذ أجازة من شغله أسبوعين أو أسبوع حد فيه الناس عايز يتعمل عاملين النهاردة يرجع شغله بعد يومين هنا الليزك يبقى كويس لكن افترض اللي ما ينفعش الليزك أو فهمتوا الليزك يبقى ما فيش ما يمنع نحن نعمل الليزر السطحي في أزير حوله عشان كده في المؤتمرات الطبية الخاصة بالليزك طلعت جملة مشهورة أو دي ما اسمها back to the surface back to surface ablation back العودة مرة أخرى للسطح للسطحي خاصة أن دلوقتي ظهر حاجات جديدة في الليزر السطحي بقت تدي نتائج أحسن بقت أدق أكتر وفي نفس الوقت فترة النقاعة باعتها أقصر لو رجعنا لو خدنا بالنا من الفيلم اولا احنا قلنا القرانية فيه طبقة خلايا احنا لازم نشيلها يدوي أو بكحول بتتشيل بي كذلك طريقة وبعد كده السطح القرانية اللي هو النسيج نفسه بينزل عليشه على الليزر دلوقتي الليزر السطحي الليزر السطحي دلوقتي ما بيناش نعمل الخطوة دي بقى الليزر السطحي بقى نشيل الطبقة دي اللي هي الخلايا دي اللي هي ما لهاش قيمة فيه سماكة أو نسيج القرانية نفسه ما تأثرش على نسيج القرانية هنا بينشيلها بكحول بنحط كحول على إن العين مخفف طبعا وبعد كده بتتشيل بطريقة يده وبهذا الشكل كده دي بتقلل فترة النقاعة أو بتطول قاسب فترة النقاعة شوي علشان استخدمت مادة كيمائية على سطح اللي طب دلوقتي فيه إيه الجديد؟ الجديد دلوقتي إنه الخطوة دي ما عمدلهاش بقى بنعملش الخطوة دي خالص بقنا نعمل إيه؟ شواء الليزر نفسه هو بيعمل العمل هي من أولها لأخير بنسميها يعني ما فيش حاجة تلمس عين العين خالص الليزر هيعمل الطبقة اللي هي مدهاش قيمة دي بتتشيل ينزل على السطح القرانية يصلى حيوب الإبصار متشكرين ما لمسش عين العين طب عايزة السؤال بديهي بقى كان الليزر القديم بيشترد سمك قرانية معين عشان يديني درجات معينة في الإصلاح صح كده؟ ولو سمك القرانية مش جيد مش هادر أصلح قوي أو أصلح نص ونص في الليزر السطحي إنه سمك القرانية هنا لا يعينيه ولا إيه؟ لا يعنيني برضو بس مش بالدرجة زي الليزك يعني الليزك أنا محتاج سمك قرانية أكتر نفترض مثل 500 ربعمائة وتسعين مايكرون أو ربعمائة وتسعين من الألف من المالي لكن الليزر السطحي لا ممكن ربعمائة وتسعين نشتغل وانا مطمئن ربعمائة وتمانين ربعمائة وتمانين 500 وقل ممكن الليزر السطحي مافيش مشكلة 500 أو أكتر الليزك يبقى أحسن هنا برضو الفرق ما بين الليزك والليزر السطحي الليزر السطحي بينزل شوعة الليزر على سطح القرانية مباشرة دلوقتي الجديد اسمه ستريم لايت يعني الليزر بيبتدي من أول العملية لأخيرة خالص مافيش أي خطوات مانيول مافيش أي خطوات بيدي الجراح بيعملها مافيش كحول ولا أي مادة كيمائية بتتحط على عين العيان كله من أوله الأخرة شوعة الليزر يصلى حيوب الإبصار بنحط أطرة بعد العملية نقولك مشاكرين مع السلامة بسي بنتنبه المريض أن فترة النقاها بتبقى يعني ساعات بتبقى بيخة شوية زيارين 4-5 تيام نقوله مافيش داعي تتعرض للشمس البس نظارة شمس لو عايز تنزل الشارع ما عنديش مشكلة خالص هتحسك شوية حرقان وشكشكها بندي أطرات مسكنة بندي أطرات مخدرة المريض مافيش ما يمنع أنه هو يمارس حياته أول ما يقدر هو ينزل من البيت أو ينزل للشغل ما عنديش مشكلة خالص يقدر ينزل البيت في ميزة ثانية أن لو داعي كدف يعني مش يحصل حاجة أنه ما عندناش القطع اللي احنا عملنا القطع اللي احنا كنا عاملينه مع الليزك مش موجود فبالتالي نسيج القرنية محتفظ بقوامه محتفظ بسمكته زي ما هي إذن هل الليزر السطحي أوبشن ولا في حالات ينسبها الليزر السطحي وحالات تانية ينسبها الليزك في حالات ينسبها الليزر السطحي والليزك لاتنين زي بعض وفي حالات ينسبها الليزر السطحي وما ينسبهاش الليزك وفي حالات ينسبها الليزك وما ينسبهاش الليزر السطحي يعني دي تعتمد على خبرة الجراح وهو رأيه في كل عين ساعات نفصل ما بين العين المين والعين الشمال ممكن أعمل العين ليزر سطحي والعين التانية فيمتوليزيك ممكن أعمل الاتنين ليزر سطحي أو الاتنين فيمتوليزيك على حسب ما أنا شايف ده بيخش في القرانية شكل القرانية سمكة القرانية إذا كان الشخص الأدامي ده راجل ولا ست سن أخبره إيه؟ بيشتغل إيه؟ الحاجات دي كلها بنحطها في الاعتبار عشان يختار الأنسب للشخص أنا بحبش أقول المريض ليه الشخص نفسه أنسب حل عشان يخليه يقلع النظارة وفي نفس الوقت يبقى محتفظ بالأمان بتاع نظره أو سبات النظر بعد العملية على طول أطور فترة عندي كيس مهمة أوي كيس ديت محتاجة بقى أن يفهمها بالراحة خالص عين عمل ليزر أو شخص عمل عملية ليزر ويقول أن نظره بعد عمل عملية ليزر تحسن وقعد فترة ممكن سنين ثم عاد يضعف مرة أخرى هل هذه المقولة صحيحة؟ بنشوفها طب إيه الاحتمالات؟ إيه الدفرينشال دي أجنوز بتاع القصة؟ المقولة صحيحة مش خطيئة هو فيه نوعين من ضعف النظر بعد اللازك فيه ضعف النظر طبيعي أولا إحنا بني أدمين أنسجة حية تتفاعل مع المؤسرات الخارجية عمرنا ما كنا جماد إحنا مش خشب ولا حديد إحنا بنتفاعل إحنا فيه مرحلة نمو مرحلة النمو دي بتختلف من شخص للتاني بتختلف على حسب اللايف ستايل بتاعي أو أسلوب الحياة بتاعي أنا عدت قدامي الكمبيوتر فترات طويلة ده بيساعد على تكون أسر نظر فهنا عندنا نوعين من ضعف النظر فيه ضعف نظر طبيعي يعني هو طبيعي الشخص ده إن ممكن نظر يضعف شوية أنا النهاردة سالب واحد بعد خمس سنين ممكن أبقى سالب واحد ونص بعد عشر سنين ممكن أبقى سالب واحد خمس وسبعين جرى العرف إن النظر بيكون سابت في المرحلة العمرية ما بين سن عشرين أو تمنتاشر في البنات أو عشرين في الولاد حتى سن الأربعين فإذا الفترة دي بنفترض فيها إن النظر سابت لكن وارد إن النظر يضعف بس يضعف حاجات بسيطة مش ملحوظة للمريد ما يحتاجش بسببها يرجع يلبس نظارة تاني يعني العمل تليزك عند واحد عنده عشرين أو خمس وعشرين سنة المفروض إنه مش يحتاج يلبس نظارة إلا عند سن الأربعين وغالباً يتبقى نظارة إيراية بس لكن كل قاعدة أوليها السنة ممكن هذا الشخص لأنه مفترض إن النظر يكون سابت ممكن نظر يضعف ضعف بسيط بعد خمس ست سنين يضعف نص نمرة هنا عندهش مشكلة إلا بالليل هو وسائل العربية ييجي بالليل هو وسائل العربية هيلاحظ إن الرؤية ما بقتش واضحة زي الأول بنخيره نعمل ليزر تاني أو ليزك تاني أو يلبس نظارة أو ممكن يسيب نفسه مش يحصل حاجة لو هو يعني متعايش مع النص نمرة اللي موجودة عنده فيه نوع تاني من ضعف النظر بقى اللي هو نتيجة نتيجة الليزك نفسه إن هو أنا ضعفت أنسجة القرنية نفسيها فحصل تضهور أو حصل تمدد في أنسجة القرنية إن هي بقت ضعيفة ما بتستحملش ضغط العين الطبيعي فبتتمدد لما أنسجة القرنية تتمدد ده هيترجم على طول في صورة زغلالة في النظر على طول هنا ده المشكلة هنا لازم نتدخل على طول ما بنخيرش العين نقول له بتلبس نظارة ولا تعيش كده وخلاص لا حلقات زي قرنية المخروطية بالزد عظيم عمل الليزر السطحي فيه كم سؤال ماذا بعد الليزر السطحي ماذا يجب أن أتوقع ده سؤال مهم ومشكره حالي جدا على السؤال ده إن هو الناس دايما بتقارن الليزر السطحي بالليزك بنقول لهم دي حاجة ودي حاجة الليزك فترة النقاع باعته بتبقى حوالي يومين ويقدر المريض يرجع شغله تاني عادي جدا بس بنقوله بس بحرص شوية ما تدعكش ديك في عينيك مثلا يعني أسبوعين أنت هتبقى ميداق شوية هتبقى فيه حرقان وشكشكة أربع خمس أيام معلش استحمللي فيه وما تدعيش علي فيه وفيه شبورة في العين بعد كده بتبقى حوالي أسبوعين عشان مش بنقول المريض كده عشان يخاف لا بنقوله عشان يتطمن إن لما يسمع إن فلان عمل ليزك ورجع بعد يومين ما يقولش يقارن نفسه لا أنت تعملك حاجة وده تعمله حاجة تانية خالص أنت تعملك الأسلم لعينك أنت أو لحالتك أنت الحاجة التانية برضو بقول المريض إن فترة النقاعة طويلة عشان يعمل حسابه عنده مناسبة عنده فرح عنده واحدة عندها مناسبة أو فيه واحد عنده شغل لو ما يقدرش ياخد أجازة يأجل العملية لغاية ما يعرف ياخد أجازة يعني أنت مش لازم تعمل عملية دلوقتي ممكن يا سيدي أنت مش فاضل يومين دور مش هتقدر تاخد أجازة من شغلك على الأل أسبوع خليها كمان شهر 2-3 سنة الجاي مش هيحصل حاجة فإحنا لازم ننبه الشخص إن بعد العملية لازم يتوقع إن فيه شوية حرقان وشكشكة فترة النقاعة طويلة هتحتاج تقعص في البيت شوية هتحتاج تلبس نظارة شمس على أول أسبوعين وتنازل الشارع بس تبقى حريص شوية صغيرين غير كده في خلال شهرين بالزبط هو نفس حدة الإبصار هتاخدها من فم توليزك هي لتاخدها بالإزارة السطح نفس المميزات كلها الاستعداد فيه استعداد خاص للعملية دي ولا عادي لا يبقى فاهم بس إن فترة النقاعة تبقى طويلة ما فيش حاجة تانية خالص غير زيها زي أي عملية تانية بندي شوية أطرات مضادات حيوية قبل العملية بيوم ولا حاجة وخلاص دي العملية نفسيها بالمناسبة هنا دي العملية بتاعة الإزارة السطحي بنقول للمريد ركز على مصدر ضوء قدامك بيختلف من الجهاز سعب يبلونه أحمر سعب يبلونه أخضر يقول للمريد بس ركز كده قدامك قادي شو على الإزار كده شغال أول مرحلة ده بيشيل الخلايا الخلايا على سطح القرانية اللي احنا كنا بنشيلها بالطريقة اليدوي قبل كده هوت وبعد كده هوت بيكمل على طول تلقائيا هنا بيصلح حيوة الإفسار لأن شكل الليزار شكله اختلف شوية هنا بيصلح الأستيجماتيزم حاليا دلوقتي وبعد كده هوت بعدما بيصلح الأستيجماتيزم وأسر النظر الموجودة عند المريض احنا كده خلصنا العملية هنولى عن نور دلوقتي نقوله المريض الحطول وقاطر نقوله تفضل مع السلام احنا كده خلصنا بس قادي العملية نفسية عبارة عن حوالي 30 ثانية 40 ثانية العين اليمين واللي زيها في العين الشمال ونقول لكم تشكرين خلاص بساعة بنلبس عدسة لسقة عاستقلل شوية صغيرين الشكشكة أو الحرقان اللي ممكن المريض يحس بيها لكن أربعة يام بنشيل للعدسة لسقة دي والعدسة لسقة مش للنظر يعني للحماية بس لطبقة القرنية هي وتقلل الإحساس بالشكشكة اللي ممكن المريض يحس بيها بعد العملية بنشيلها بعد أربعة يام وخلاص عظيم هنروح الشارع واسمعك سؤال اعتقد انه هيسأل عن الليزك عموما الناس لسه مع داشتقافة التفريقة بين الليزك وبين الليزر السطح بالضبط لسه ما ذكروش الحطة دي اتعالوا نشوف مع بعض أنا أختي عن متن نظرها ضعيف بس هي بتخاف تامي لعملية الليزك بيقولوا ان فيه أضرار علان بعد كده مستقبلا يعني بيقولوا النظر بيركع تاني بس بسرعة أوحش من كده كلام ده صح طبعا المشاهد الكريم لقيهم شوية في سؤال هو نفسه بيسأل على نفسه هو لبسنا الضار قالك أختي عماتا احنا بنرد قريبا نقولك أختك بتيلاقش الكلام اللي انت قلته ده كلام صح وغلط في نفس الوقت صح لو انا اخترت عملية الليزك بعد الفحصات وبعد الفحص الدقيق وبعد ما فحصت العين ولقيت ان القرنية دي ما ينفعلهاش الليزك وانا صممت كجراح ان انا اجمد قلبي واعمل الليزك ليك فبالتالي او ليها فبالتالي ان العملية هتبقى كويس مدد ست وشهور سنة ويبتدي النظر يتدهور وساعات يبقى تدهور اوحش من ما اسرنا الضار هي لبسا وغلط عشان انا لو لقيت الفحصات كويسة وسمكي القرنية كويس وشكلي القرنية كويس وعملت العملية واستخدمت اعلى تكنولوجي موجودة زي الفيمت وليزر ماستخدمتش مشارك خالص وقت العملية وعملت كل حاجة مظبوط وهتلاقي النظر هيبقى ثابت مش هيضعف ولو ضعف زي ما قلنا لسه حالين قبل السؤال ممكن بضعف طبيعي بعد عشر سنين هيضعف نص نمرة مش هتحس به ويا سيدي لو حسيت بي تلبس بنظرة بالليل او نعمل لك ليزر تاني مش هحصل حاجة يعني بس سؤال هاني كالعادة سؤال مختلف تعالوا نسمع هنيع فيه رواية مصرية شهيرة للأديب الكبير يحيى حقي زادت شهرتها مع تقدمها كفيلم سينمائي سنة 1968 بطولة شكري سرحان رواية أنديل مهاشم واحدة من أهم الروايات العربية اللي تناولت طبيب العيون في مواجهة خرافات مجتمعية وصلت إلى حد الاعتقاد بفاعلية زيت مصابيح جامع مهاشم في علاج مشاكل الإبصار ورغم مرور حوالي 80 سنة على تاريخ كتابة الرواية سنة 1940 ورغم ما حدث في المجتمع الشرقي والعربي من تنوير ووعي لسه في ثقافات خاطئة بتواجه الأطباء ومعلومات مشوشة وشائعات مع كل تقنية حديثة على المجتمع يترأي أبرز المعلومات المغلوطة عن التقنيات الحديثة في طب وجراحات العيون طب أنا ألاقص السؤال الموضوع كده هياخد وقت موضوع كبير إيه أبرز المعلومات المغلوطة اللي بتسمحها دلوقتي عن الليزك والليزر السطحي أولاً فيه ناس كتير يعني بتعتبر أن الليزر الليزك يسيبك من الليزر السطحي قوي أنه هو مش واخد الشعبية زي الليزك الليزك ممكن منتشر أكتر أو مشهور أكتر ناس كتير تقولك أن الليزك ده مثلاً بيأثر على الشبكية أو بيعمل مياه بيضة لا تقوليني واضحين أنا عملت الليزك النهاردة جالي مياه بيضة بعد 20 سنة مش عشان أنا عملت الليزك عشان أنا مكتوب لي هيجيلي مياه بيضة أنا عملت الليزك وعندي سكر ما أثر على الشبكية مش عشان الليزك هو اللي خلى السكر يأثر على الشبكية لا أول سكر من الأول سواء عملت الليزك أو ما عملتش هيأثر على الشبكية رأس أنا عملت الليزك وشكل جفوني أو فيه انتفاخات في الجفون ظهرت بعد العملية الكلام ده مش مظبوط حضرتك ما كنتش متعود على شكلك من غير نظارة فلما قلعت النظارة بيبان الترهولات اللي في الجلد فدي انت مكنتش واخد بالك منها مش بسبب الليزك فدول أشهر ثلاث حاجات بنسمعهم خرافات عن الليزر أو الليزك بمعنى صح كالعادة بتبهرني وبتساعدني جدا بحوارك العلم التخيط جدا وبتمتعنا وأنا بشكرك شكرا جزيلا على أنك انت بتعطينا من وقتك وبتشرفنا في هذا اللقاء الممتع والحقيقة دايما بتجسد لي ما كتب عن جراحين العيون ريت حاجة مكتوبة هي مش قديمة ده اللي كتبها زميل يعني كتب عن جراحين العيون مضمون رائع جدا أنه هذا هو الجراح الذي يأتمنه الإنسان على أغلى ما عنده على الجوهرتين اللذين أو الذي يرى بهم جمال الدنيا هو في حد ذاته ينبغي أن ننظر له نظرة إعجاز إزاي وهو كل هذه الكام من التوتر والتركيز ويبدو هادئا كعادتي يعني والعجبني جدا وكلام كتير هي كتبه يعني الزميل عزيز لينا والعجبني جدا في تعريخك على هذا الكلام أنت قلت إحنا كل كلامك صحي بس إحنا ما نستخدمش دلوقتي مشارك فعلا بغطال نستخدم مشارك كلها بقت ليزر من أول إلى آخر العملية دورتنا الله يخليك ضيف العزيزة القيمة العلمية الكبيرة أستاذ الدكورة أحمد عسف أستاذ طب وجراحات الأيوم بكل الطب جامعة عن شمس زميل كلية الجراحين الملكية البريطانية من الأنظر اسم الكبير كانت ضيفية فيه واحدة من أهم المواضيع وأكترها أهمية في عالم تصيح الإبصار وهو الليزر السطحي اللي أعتقد أنه لسه ما أخذش حقه من النحية الثقافية الأعلمية رغم واسع انتشار هذا الموضوع على مستوى تصيح الإبصار في العالم back to the surface أو العودة للسطح الليزر السطحي back to surface ablation أو العودة إلى الليزر السطحي العودة مرة أخرى للليزر السطحي ده شيء مهم جدا وهو ده كان موضوع النهار يفهموا كواس جدا لأنه مهم جدا وخليكوا دايما مع الدكتور الأستاذ الدكتور حسن سيد شاكر أستاذ جراحة المسلك البولية جماعة عين شمس زميل جماعة تورونتو وماكجير بكندا عضو جماعيات جراحة المسلك البولية الأمريكية والأوروبية عضو جماعيات التحكم البولي الدولي ضيف العزيز الرائد القدير الأستاذ دكتور حسن شاكر أستاذ جراحات المسلك البولية بكل طب جماعة الشمس زميل جماعة تورينتو وماكيل بكندو وعضو جمعيات جراحات المسالك البولية الأمريكية والأوروبية الرائد الكبير في عالم المسالك أهلا بك أهلا بك أستاذ الحقيقة هاي زابتة الأول بي الموضوع المخيف يعني أورام البرستاطة الخبيثة هل هي منتشرة؟ هل هي مبكرة السن ولا متأخرة السن؟ هل لازم نقلق منها أول كده زي ما احنا ألانين من أول الحلقة كده أنا نفسي ألان فعايزين نفهم البرستاطة أورام البرستاطة الخبيثة هي أكثر الأورام انتشارا في رجال أكثر أورام الخبيثة انتشارا في رجال أو قليلا نقول لأن في بعض البلاد زينا ما هيش أكثر أورام الخبيثة هي من أكثر أورام الخبيثة انتشارا في رجال وبقى في التوجه أن أورام البرستاطة الخبيثة في بلاد زينا كان بالنسبة لنا زمان قليلة ابتدى بفي توجه أنها بتزيد احنا مش عارفين ليه هي بتزيد عندنا في بلاد زينا أو في منطقة بتاعتنا بس قد يكون بسبب تغير طبيعة الحياة العالم الغربي من زمان جدا وهو عنده انتشار شديد جدا في أورام البرصاطة في مصر كان بالنسبة لنا أورام البرصاطة قليلة لكن في آخر عشر سنين قد يكون بسبب تغير الستايل بتاع حياتنا ابتدت تمتشر بطريقة كبيرة هي بتحصل في سن فوق سن الخمسين سنة عادة قليل جدا ما تحصل قبل سنة خمسين سنة في الأربعينات لكن مع تقدم السن كل ما بتقدم السن كل ما نسبتها بتزيد كثير جدا من الأورام دا هي بتعدي في حياة البنية دا وهي موجودة جواه من غير ما يعرف بوجودها والمريد يعيش حياته كلها ويتوفى من شيء آخر وجواه ورامبرصاطة وفي كثير جدا من الأحيان بتبقى نوع شديد النشاط ويظهر جدا في خلال سنة سنتين فحدوثها طبعا ابتدى يبقى مقلق وبسبب زيادة نسبته وطبعا زي ما احنا قلنا بندور دايما عليه بعد سن خمسين سنة عايز يعني بطبقى لكلاسيكياتنا احنا في الانتران المدسين اسأل حضرتك عن الأسباب يعني هل في حاجة الراجل بيعملها هل هي المسألة ورصية بحتة؟ كلام يعني طبي شوية يخص البطنة أكتر من الجراحة هو احنا ما نعرفش حتى هذه اللحظة إيه اللي بيسبب أورام البروستاطة ما نعرفش كمان مسببات لي يعني مثلا أورام المسانة احنا عارفين مثلا التلوث التدخين بيسبب أورام المسانة لكن البروستاطة ما نعرفش كلام ده لكن نعرف أنه طبيعة الحياة أو الستايل بتاع الحياة مؤسر جدا يعني مثلا في العالم الغربي زي ما أنا قلت عندهم نسبة الإصابة بسرطان البروستاطة أكتر كدير جدا من الشرق الأوسط لا فيه السيكش والله احنا مش عارفين الصراحة لكن مثلا يعني اليابانين مثلا عندهم تقريبا الورام دوات يكاد يكون من عدم اليابانين اللي هجروا لأمريكا اجا لهم جدا فهو أكيد هو مرتبط بطريقة المعيشة فإحنا في مصر لأن احنا ابتدت في آخر 20 سنة ابتدنا نتشبه جدا بالغرب في طريقة معاشتنا فابتدت يحصل عدد الأورام دي زيد فإحنا حقا ما نعرفش إيه المسببات لكن نعرف إنه هو ستايل الحياة بيأثر جدا فيها حدوث الوراثة ليها دور؟ احنا ما شفناش الوراثة ليها دور غير في الناس الأفارقة اللي هجروا أمريكا يعني الأفارقة اللي هجروا أمريكا لقينا أن أورام البروستاطة الخبيثة منتشرة في عائلات فمعنى كده هوت أنه آه إنه أكيد ليه تأثير إنه فيه تغييرات جينية بتحصل إنه فيه تأثير وراسي لكن ما هواش واضح جدا بالنسبة لنا مثلا في مصر أو في بلاد أخرى كتير أو في مثلا الجنس القوقازي فهو يعني ما قدرش أقول 100% لو حد والده حصل له يبقى يحصل له لكن هو على الأقل اللي هما الأفارقة اللي هجروا أمريكا هو دوت اللي بيحصل لهم الكلام ده في واحدة من أهم نقاط الحلقة النهاردة لأنه لي تهمنا جدا إزاي نكتشف أورام البروستاطة بشكل مبكر الصراحة ده سؤال مهم جدا وللأسف الإجابة عليه هتحبط ناس كتير جدا أورام البروستاطة الخبيثة ملهاش أي أعراض يعني الناس اللي هي بتكلم عن البول بيبضعيف بيقوم النوم كتير بالليل التقطع في البول ده ملهوش علاقة بأورام البروستاطة الخبيثة ده لي علاقة بالتضخم الحميد البروستاطة اللي بيحصل في نفس السن وملهوش علاقة بأورام البروستاطة الخبيثة بقول تاني وبكرارها أورام البروستاطة الخبيثة ملهاش أي أعراض إلا لما تتقدم جدا طب نعرفها إزاي؟ بالفحص الدوري الفحص الدوري عند الدكتور مفروض إحنا بعد سنة 50 سنة لازم من ضمن الفحص الدولي أن المريض يروح مرة كل سنة الدكتور بيطلب له حاجة من دلات الأورام اللي هي اسمها PSA PSA ده هي بتقول لنا إذا كان المريض ده محتاج حاجة أكتر من كده ولا لا أكتر من مجرد دلات الأورام دي ولا لا لو PSA طالع مرتفع كنا زمان وحتى هذه اللحظة كثير جدا من زماننا لسه بعملوا حكاية دي PSA مرتفع معناها تروح تاخد عينات من البروستات للأسف الكلام ده هوت تغير جدا الجهاز اللي فات ده هوت ده كان جهاز رانين مغناطيسي رانين مغناطيسي الوقت بقنا من استخدامه استخدام كثير جدا وبقوة في تشخيص أورام برسطاتها مبكرة يعني مش أي واحدة PSA بتاعه مرتفع أخد له عينات لا ده أنا بروح عم أعمله الأول رانين مغناطيسي هو نوع معين جدا من أنواع الرانين مغناطيسي اللي هو اسمه multi-parametric camera بالأسف انتشاره محدود جدا لأنه هو محتاج خبرات طويلة جدا من زماننا ده كانت الأشعة عدد الناس اللي في مصر اللي بيعرفه يورو كويس وليلين جدا هو في العالم كله مش في مصر بس بعد كده هوت بقينا المريض اللي هو بيتشخص أو الامر آي بيقولي والله ده فيه هنا هوت فيه بقرة لازم تخاف منها بنبتل ناخد له عينات كان زمانة العينات دي عشوية تلوقتي بالجهاز اللي احنا شايفينه ده جهاز ultra sound أو جهاز موجات فوق صوتية بس الجهاز ده هوت فيه حاجة اسمها اندماج الموجات الفوق صوتية مع الرانين المغناطيسي يعني باخد CD بتاع الرانين المغناطيسي بحطه على الجهاز ده فلما دكتور ultra sound يشتغل الجهاز بيقوله خد عينة من الحتة دي ورم البرصاتة ده بيبقى جوز يصغير جدا من البرصاتة يعني لو القوضة ديت كلها اعتبرناها البرصاتة ورم البرصاتة ممكن يبقى قد الكوباية ده هي فلو انا اخدت عينات عشوائية ممكن اندماج مريض جدا يكون عنده ورم خبيس وانا معرفش اجيبه بالتقنية الحديثة ده هي خليتني اقدر اخد العينات فبعد ما بشوف الكلام ده هوت الجهاز ده بيدمج الصورتين على بعض يحطوهم فوق بعض فدكتور ultra sound بيقدر يقول انا هاخد من الحتة دي بالظبط وبقى نسبة التشخيص بدل ما كان في عشرة اتنشر في المية بقى التسعين في المية يعني دي الصورة هي مدمجة لو بصينا على الصورة اللي تحت لمين دي بتقوله بالظبط ياخد من الحتة دي دي بالظبط هتلاقي كمان معلم له في الصورتين اللي هم على الشمال هي دي المنطقة اللي انت خايف منها هاي دي المنطقة اللي انت تشوفها المنطقة ده هيت ما كانتش تبان في القطرة صعب للوحد عشان كلكم ناخد عيناتها شوية تلوقت لما بدمج الصورتين مع بعض يقول لنا المنطقة ده هيت الزبط وبيعلمها بضقة شديدة جدا وشوف الابرة هي دخلة بتاخد العينة من المنطقة بالظبط عشان كده هوت بقى الناس بدلا ما عدنا ناخد عينات ولو انت مفاكش حاجة والراجل يفضل البي اس سي بتاعه يعلى ونجيبه تاني ناخد العينات تالت ورابع وخامس وانا الان من الحكاية ده لأ تلوقتي بجيبه مرة واحدة وناخد العينات بتابع نسبة تشخيصة عالية جدا عظيم احنا مش فهمنا دلوقتي البي اس سي اي ده اول خطو بعد كده الامر اي بعد كده نعمل الجهاز الذي يدمج الامر اي الالترا سون الذي يحدد بدقة انا دخل ااخد العينة مينفذ بالظبط ده حاجة رائعة موجود عندنا موجود عندنا ما شاء الله ده حاجة عظيمة جدا طيب ايه الاساليب الحديثة دلوقتي في العلاق اللي حصل ده هوت في الالترا ساون ده والامر اي او اللي هو الارانين المغناطيسي اغير مفاهيم العلاج تماما احنا كان عندنا كل العينين ده همت كنا كلهم لازم نعملهم استلصال جازي للبرستاطة لو كان الورم لسه في البرستاطة لو كان متشر في جسمه نعمله علاج هرموني او علاج هرموني مع إشاعي حسب او فيها مراحل متأخرة او يعليك كيميائي لا التلوقتي بقى الموضوع غير كده طيب انا نفهم ان اورموني برستاطة ديت مش لازم تبقى في البرستاطة كلها دي ممكن تبقى في بقرة واحدة فعشان كده هوت ابتدينا نفكر تفكيرات مختلفة طيب لو هي بقرة صغيرة لو بقرة قد الكوباية دي فالقوضة ديت كلها انا احرق القوضة كلها ليه او اكسر القوضة كلها ليه ما احرق الحتة دي بس فبتدي يطلع علاجات جديدة حاجة اسمها العلاج البقري او العلاج الموضوعي ان المنطقة دي بس هي اللي اخلص عليها وهو ده هوت بيعتمد جدا على اللي احنا شفناه في الصورة قبل كده العلاج الموضوعي والبقري ده هو الكارتون ده بيوريك انه هو بيتم بالدمج ما بين الصورتين في العيان من غير ما خالص لا افتح ولا اعمل اي حاجة خالص ده هو انا شايف البرستاطة كويس جدا ده اللي هو جهاز الالتراساوند وهو داخل عن طريق الشارج بيشوف البرستاطة بيقوله بالضبط ياخد العينات منين او اسف بيقوله عالج اني الحتة بالضبط معتمد على العينات قبل كده في اللي عليها السهم اللي هوت اللي في الحتة اللي مين دي اللي هو اللي زر وهو داخل في الحتة المعينة دي بالضبط عشان يخلص عليها طبعا دي العلاج في قضة العمليات المريض لا فيه فتح ولا اي حاجة خالص الجهاز احنا ده حددنا مكان البقرة بالضبط هتلاقي فيه كده اللي هو الجهاز بتاع الالتراساوند اللي بيعمل الدمج على ايدك الشمال ودي عبارة عن نوع الاجهزة وهي دخل على الورن بالذات اللي تخلص عليه وتحرقه تماما او تفنيه تماما دي الصور اللي حم نشوفها بعد ما حصل الدمج ما بين الالتراساوند والفيوجن او الامر اي او الورنين المغناطيسي ودي الاماكن اللي انا بعالج فيها بالضبط يعني هي دي الحتة اللي هشتغل فيها ودي الحتة اللي حط فيها الليزر بتاعي او ريديو فريكنسي او الحاجة اللي انا بستخدمها عشان اخلص على الحتة دي بالضبط ما بوصل برصاتها كلها ما عيرتش عيان لعمليات جبيرة جدا طالما ان العيان عنده بقرة واحدة فالبقرة دي هيت بقى اقدر ان انا اخلص عليها زي ما نشوف القضة العمليات رغم ان هي عمليات بسيطة جدا العيان بيخرج في نفس اليوم يوميا بالليل بيبقعد في بيته ولكن التجهيزات بتاعتها مرتفعة جدا التجهيزات دي هيت عشان اقدر اوصل للبقرة دي وما غلطش واسيب بقرة تانية او ما غلطش ان انا عالك حتة مختلفة خالص ده العلاج الزكي ده علاج هو اسمه علاج البقري لكن جاي من بقرة لكن انا شايفه ان هو زي الاصدق عليه تعال علاج الزكي ده زكي جدا بيدخل على المكان اللي فيه دوره بزبط كثيره هو بياخد البقرة دي بالذات يعني زي ما احنا شايفين هنا هو تلوقتي هللاقيه هو دمج الصورتين بعدين دخله بالمكان حط الليزر بالزبط في المكان اللي هيشتغل فيه اللي هو معلمه من الاول عشان يخلص عليه خلص وابتلا يبا فيه درسات كثيرة جدا وتوري ان دي نسبة الاشتفاء من المرض مقابلة جدا للإستصال الجذري للبرستاطا طالما ان الورم لسه ورم في بقرة واحدة او بقرتين مثلا او على الاقل مثلا مش مواخد اكتر من نص فص من البرستاطا فقدر اشيل نص الفص ده كله فالصراحة سهلت جدا على المريض سهلت جدا على الطبيب في العلاق بالمقارنة المريض ده هو اللي هو العملية دي بيخرج بالليل في نفسه تاني يوم ينزل شغله عادي خالص لكن كان دايما يجي لنا السؤال في مخينة طب افرد الورم رجعتين افرد بعد شوية اكتشفت بقرتين اعيد العلاج تاني اعيد نفس السيكونز من الاول ابتدي برضك بالرنين المغناطيسي ادمجه مع الالترا ساوند اخد العينات اتأكد نديها واروح اعمل للعلاج ده فبقى ممكن المريض يعيد العلاج ده مرتين ثلاثة في حياته طالما انه هو للصابورة واحدة هذا السبب العلاج الرائع جدا بس يعني هيستفيد جدا منه المريض الذي يستمع لنا اللي يتعلم الثقافة دي يطبع على نفسه ما هي مسألة تبدأ عند المريض بما انه الاعراض ما فيش لازم هو يتحرك في الاول اللي يعمل البي سي البي سي صح كده صحيح يعني ده اهم بقى ده الكيك اوف بتاع الحركة ده اللي احنا خلاص هنلعب رمية البداية ان انا ادور على البي صح صحيح مين الاوراب اللي ممكن ما يصلح لهاش هذا التقليل هو ورام البورصات زي ما اتفعنا انه هو مش لازم يا بابا وراء يعني هو اولا خلينا نبتدي انه تلوقتي احنا حديثا نبتدينا في اخر خمس سنين نقسم ورام البورصات اهم البورصات دي مش كلها مهمة زي ما احنا اتفعنا ان في عينين بتعيش وتموت من اسباب اخرى وهو عنده ورام في البورصات ولا يعرف عنه حاجة ده حقيقة اغلب الناس كده لدرجة ان كان فيه دراسة قديمة لقيت ان حوالي خمسين في المية من الناس اللي عدوا سنة ثمانين سنة عندهم ورام خبيثة في البورصات ده فيه دراسة راحت لابعد من كده كمان ان اللي هيعيش اكتر من كده يعني الصبط بورام البورصاتة ممكن تصل لستين سبعين في المية طب الله ما بحصله مش حاجة ليه معنا كده ان اغلب اورام البورصاتة ما هيش اورام مهمة كنا زمان كلمة مهمة عتش الناس تفهمها يعني ايه كلمة هذا الورام رغم الورام خميس مش مهمة مش مهمة لانه هو مش هعمله اي حاجة وعادة ان الانسان ده هيعيش حياته عادي خالص هتوفقه ولا هينتشر ولا اي حاجة ويفضل في مكانه كده ولا حننعرفش عنه حاجة لما احنا كان عندنا في التمانيات والتسعينات نوع من انواع الفورة ان احنا في اكتشاف اورام بورصاتة بقينا بنعمل كمية عمليات مهولة جدا من استصالة جازة بالبرورصاتة واكتشفنا بعد شوية الله تمام تقفل العين ده عنده ورام اللي هو من اللي مش هعمله حاجة ما ابتدناش نفهم طبيعة الاورام دي اللي في اخر امكان عشر سنين انها مش كل اورام بورصاتة زي بعضية في اورام منها غير مهم فاسبها كده وصاحبه ولا حتى عمل لها العلاج البقري في اورام خلينا نقول بقى ايه يعني ابتدت تتشاء شوية فمنسميها low risk او قليلة الخطورة دي اللي عمل لها العلاج البقري اللي احنا قلنا عليه في اورام بقى بقى medium risk او اللي هي متوسطة الخطورة متوسطة الخطورة دي كلها مش مش حاجات ان احنا كل دكتور اللي رأي لا ده هو في جداول الجدول اللي بيخط المريض في عديمة الخطورة قليلة الخطورة متوسطة الخطورة شديدة الخطورة متوسطة الخطورة دي بقى لا دي بقى احنا ندخل فيها في الاستصال الجزي للبرستاطر اما بقى شديدة الخطورة فدي بقى لازم نستخدم لها كل حاجة عندنا يعني أي حاجة في قدينا وفي جوبنا وفي استقمال من العين ده لأن دي الأورام دي إيه تا عايزة تخلص عليها عايزة تخلص عليها أغلب الأورام هي تقع في يعني وده من الخصنا حظينا كلنا إما عديمة الخطورة إما قليلة الخطورة إما تغسطة الخطورة أمطاء الأورام اللي هي شديدة الخطورة دي قليلة قليلة جدا فمعنى كده إن أغلب المرضى هيتعالجوا يا إما ولا حاجة مش هنعمل أي حاجة خالص إما العلاج البؤري اللي إحنا شفناه ده هو إما الاستصال الجزر البرستاطة استصال الجزر البرستاطة ده هو التطور جدا بقى الموضوع سهل جدا تلوقتي بقى بنعمله تلوقتي بمناظر البطن ما بقاش بقى إن احنا نفتح بطن العيان ونعمله عملية ضخمة جدا ويعود المريض في المستشفى أسبوع عشر تيام لا بقينا نعمل مناظر البطن ومناظر البطن تتطورت جدا في آخر 15 سنين فخلت العملية أسهل وأسهل مناظر البطن قفزت بهذه العملية إلى منطقة آمنة جدا كمان طعيب يعني ده استكمال الحلقة سابقة عن مناظر البطن يعني الجزء ده برضو مهم قوي لأنه هيورينا عظمة مناظر البطن في تعامل مع الاستصال الجزري جزري يعني كله صحيح مناظر البطن حصلت فيها طفرة كبيرة جدا يعني الطفرة دي ما حصلتش في يوم وليلة مناظر البطن زي منتشايفين احنا منفتحش بطن العين خالص احنا كل الموضوع منعمل فتحات صغيرة جدا حوالي نص سنتي 3-4-5 فتحات كل واحد نص سنتي ومندخل عشان نشوف الأجهزة اللي جوا ومنعمل نفس العملية بتاعة الفتح الجراحي بس من غير ما نفتح خالص ودي طبعا ليها تأثيرات إيجابية جدا زي ما انتشوفين في الصورة داية وزي ما شرحنا في حالات مناظر البطن ان ما منبتحش بطن العين عدم فتح بطن العين دي ليها تأثير إيجابي كويس جدا ان بطن العين ما تتعرضش لهوا الغرفة العمليات ما تتعرضش المايكروبات ما بيحصلش فتأ جراحي بيخلينا كمان الريكافري بتاع العين سريع جدا في نفس اليوم يوم يتحرك الاستشفاء سريع جدا جدا يقعد يوم يومين في المستشفى ويخرج ما حدش فيه الجرح الكبير لا ما بقاش في الجروح داية خلاص دا جرح قوبن دا جرح كبير لكن أصبح الجرح حاجة تانية خلاص صغيرة جدا ما بقاش موجود الجروح الكبيرة مناظر البطن زي ما احنا قلنا قبل كده تطورت جدا بقت فيها مناظر ثلاثية الأبعاد بقى فيها الآلات الروبوتية بقى فيها يعني دي مثلا جروح مناظر البطن دا كات تكون غير مرئية مش بس كده هوت كمان عدم تعرض بطن العيان لجو غرفة العمليات دا بيخلي المريض يعني يتحسن بسرعة كبيرة جدا كمان التكبير بتاع مناظر البطن دا بيخلي فيه دقة كبيرة جدا جدا في ان احنا نعمل عملية دا الفيديو دا هوت بيوري كده هوت احنا الزعيب بنعمل العملية بتاعت السلسات الجهاز البروستاطي اول خطوة فيها ان احنا بنشيل الغدل الانفوية نشيل الغدل الانفوية دي حاجة مفروض انها صعبة هنا سهلة جدا شايفين تكبير ضخم جدا تكبير عشر كمستاشر مرة بنشيل كل الغدل الانفوية دي حيات بسهولة جدا من غير ما يحصل حاجة وبعد كده من دخل على البروستاطي زي ما تشايف التكبير ضخم جي كان يقعد في بطن العيان من جوه مفيش فيها انها مثلا لحاجة مش شايفة او حاجة بعملها عمياني او حاجة زي كده النزيف فيها يكاد يكون منعدمة او بقدان الدم قليل جدا رغم ان المنطقة دي هي منطقة عميقة جدا في القود ومن المناطق اللي هي صعب الوصول لها ومن المناطق اللي هي بيبقى فيها بيحدث فيها كثيرا جدا نزيف في العمليات التقليدية زي ما نشايفين احنا منشلش البروستاطة بس ده البروستاطة بالحواصلات المنوية بالاحبال المنوية من غير ما نكون شايفين ده اللي ورانا المستقيم بنشل الكلام ده بسهولة جدا بنحافظ على الاعصاب بتاعت الانتصاب ده كل ده بسبب تكبير كبير جدا انه كان يعتقد انه استقصال البروستاطة الكامل هيؤدي الى عجز جنسي صحيح؟ دلوقتي بقينا منيقدر نحافظ على العصاب بتاعت الانتصاب طالما انها مش وصل لها الورا بعد ما منستقصر البروستاطة لازم بقى هنوصل المسانة بمجرى البول هنا التكبير الكبير جدا الالات اللي هي الروبوتية ده هي تخلت الموضوع ده هوتي بسهل جدا في عميله مش بس كده دي خلت كمان انه المضاعفات اللي بتحصل من الحتة ده هي زي الضيق اللي ممكن يحصل زي انه يبقى فيه بول كتير يطلع ده توصيل مجرى البول ده يصل مجرى البول أه شلنا بقى خلاص البروستاطة فلازم نوصل بقى المسانة بمجرى البول عشان كأنه تيوب واحدة كأنه أمبوبة واحدة متصلة لانا خلاصww محنا شلنا البروستاطة بالمحتوى اللي فيه فهي دي تقع البروستاطة يمر منها مجرى البوت عشلنا جزء من الأنبوب فنوصل بقيت الأنبوبة ببعض عشان يستمر التباول يعود الإنسان للتباول بعدها دي تباول طبيعي من يومين لثلاث أسابيع لأن كل بني آدم مختلف جدا جدا على الثاني في التأم بتاعه فممكن بعد يومين أشل الأسطارة والمريض يتباول خالص وممكن لا يتأخر الموضوع لمدة ثلاث أسابيع هو طبعا بيعيش عادي بالأسطارة لا يخرج المستشفى بعدها بتاعة أربعة أيام في بعض أحيان يومين يعيش حياته غالص عادي خالص في بعض الناس بالأسطارة ديت من تحت دومهم مش باينة يروح الشغل بتاعه يعيش حياته العادية خالص من غير أي مشاكل خالص طبعا الضغط اللي هو المرتفع في بطن اللي حتى نشغل بغاس فالضغط مرتفع دوات كمان بيخلي فقدان دم أقل وأقل كمان يعني بيضغط على الأواعي الدموية بيضغط على الأواعي الدموية فما يخليش يحصل أي نزيف في الموضوع له ده بالنسبة للناس اللي هم اللي عندهم الأورام موجودة داخل برصاتها ما خرجتش منها في بعض الناس بيكون الاكتشاف الأورام دهيات متأخر شوية على كده طب هل ده معنى كدهات أن الأمور بقت سيئة؟ لا خالص احنا عندنا علاجات حديثة ممتازة جدا حتى لو الورا منتاشر بره للبرصات عندنا علاجات سهلة زي العلاج الهرموني عندنا علاج إشاعي لو إن الموضوع متطور شوية هنعمل علاج إشاعي وهرموني في بعض الأحيان حتى لو علاج إشاعي وهرموني ما نفعش عندنا علاج كيميائي بس العلاج كيميائي هنا في أورام برصاتها أعراضه جانبية أقل كتير جدا من العلاجات الكيميائية الأخرى في الجسم فمعنى كده أن مهما كان المرحلة اللي تم اكتشاف فيها ورمى البرصات اللي عندنا أمل وعندنا الحمد لله تطور كبير جدا يوم عن يوم بيخلي إن فيه دايما أمل في شفاق هذا المريض بإذن الله عشان نجمل للرجال اللي أكيد بيتفرجوا النهاردة هذه الحالة ملاحش علاقة بالستات البرصاتة لا توجد في الست فالرجال اللي بيتفرجوا علينا أو زوجاتهم دلوقتي اللي بيتفرجوا عشان نجمل لهم النصائح الأساسية حتى يفهموا الطريق الجايدلاينز الطريق واضح محطاته بينه إزاي من أول بي سي إي المحطات هي إجمالا بعد ملخص اللي احنا قلنا هو إحنا أول نصيحة لازم نقولها للرجال بعد سننا خمسين سنة جزء من المتابعة اللي بتعملها سنويا أو التشاك أب اللي بتعملوا كل سنة اللي هو البي سي بتاعك رغم إحنا في وقت مالوقات كنا منهم متعملوش كده هو لقت الوقت رجعنا تاني لأن باقينا نعرف نصدنا في الناس بعدما يعمل البي سي بإذن الله دايما يطلق أواطي لو عطل أكثر من المعدل الطبيعي هنمتدين نفكر في الـ MRI لو بعدما الـ MRI لو الـ MRI قال لنا إن في حاجة إلينا يبقى هنعمل اللي هو الدمج ما بين الـ Ultra Sound الـ MRI وناخد عينات لا قدر الله طريقة إيجابية لو ورم في بقرة نقدر نخلص عليه بالليزر لو ورم أكبر من بقرة يعني واخد جزء كبير من البرستاطا نقدر نعمله الاستقصال الجذري بمغزير البر لو الورم متشع عن كده هنفكر في علاج هرموني يمكن معاه علاج إشاعي لو ده ما نفعش منفكر في علاج كيميائي الحقيقة شرف كبير لنا زيارتك شرف كبير لنا فعلا وشرف كبير لإعلام كله إنه يخرج صوتك كرائد قدير وأستاذ كبير في عالم المسالك إلى الشعب العربي كله لأن إحنا رواد في المسالك في المنطقة العربية يعني مصر أعتقد إنه في برانش المسالك أي حد بعيد عن بنفسها معنا صح صح؟ صح بلا قد يعني غرور إحنا مش منها بس المسالك لا يعني في برانشات كده محدش يقرب منها في إحنا في المنطقة الشرق بل في العالم لإنه عدد الحالات على فكرة الموجودة في مصر عدد كبير جدا في العالم فلما نقول إن الجراحين المسالك اللي المصريين من أقور الجراحين في العالم دي مش مجاملة ولا إدعاء ده ده العالم كله عارفه إحنا عدد الشغل بتاعنا ما شو الله كتير وده ده الجراحين المصريين يعني قوة شديدة للغاية وكمان عائلة المسالك عائلة تعليمية يعني بيحبوا من أول بقى يعني الرواد الكبار مرورا لغاية وجود طبعا حضرتك أحد الرواد بس يعني أسماء رنانة حتى نسمعها إحنا في عالم البطن فأنا متشكر جدا ضيف العزيزة أستاذ دكتور حسن الشاكر أستاذ جراحات المسالك البولية بكل الطب جماعة عين شامس وزميل جماعة تورنتو مكلبي كانت وعضو جماعات جراحات المسالك البولية الأمريكية والأوروبية والمؤسس للمستشفى الشاكر طبعا المستشفى الشهير كان ضيفي فيه الدكتور خليكم دايما مع الدكتور ضيف العزيزة الخيمة العالمية المتميزة والاسم الجراحي الكبير أستاذ دكتور يوسف الحميلي نورنا فندم وهذه الزيارة نسعت دائما بها شكرا جدا الحقيقة عايز أبدأ بأنه كتير من الناس تتخوف من جراحات العمود الفقري وتخوفها يعني من القديم منطقي كان الناس تعتقد أنه هعمل عملية في العمود الفقري هخرج بمشاكل جمع نتيجة التدخلات الكبيرة الآن ظهر ترمي جراحي ومصطلح طبي مهم جدا اسمه جراحات محدودة التدخل عايز ألقي الدق على المنطقة الحقيقة طبعا فيه مثل بيقول الحاجة هي أم الاختراع لما كان العمود الفقري جراحاته صعبة جراحاته دقيقة جدا حساسة النتائج اللي بيطلع بيها المريض كانت دائما بتبقى دون المستوى هنا يعني انكبى البحث العلمي على أشياء كثيرة جدا استحدثت وعايز أقول أن جراح المخ والعصاب والعمود الفقري هم أكتر الناس اللي استفادوا من التكنولوجي دي حقيقة والمثل الأكبر اللي بسوقه دايما أن احنا أو الناس عملت عملية بريبوت أو الإنسان الآلي وبنسمى احنا بنستخدم التقنيات الحديثة دي لتطويع هذا المجال الصعب جدا للخروج بنتائج عالية جدا والإجراء عمليات كتير جدا كان من المستحيل إجراءها بالطرق التقليدية فبالتالي ما بقاش مسموح النهاردة أن احنا نشتغل بنفس الإسلوب والنظام والطريقة التقليدية خوف المريض مبرر ويحترم جدا جدا لأن المريض بيخاف ليه؟ إما أنه شاف مريض عمل عملية والنتيجة وحشة جدا جدا أو أنه شاف مريض عنده مشكلة في العمود الفقري وتعرض لعجز بعد عملية والكلام ده موجود في مجتمعنا ودايما بقول برضو لما بتبقى ماشي في الشارع فيه مئة واحد ماشي فيهم اتنين عندهم مشكلة شلل أو ضعف أو انحناء أو تقوص أو ظهره تعبو هتشوف الاتنين دول مش هتشوف التمانية وتسعين وبالتالي العمليات النجحة ما بتتشافش قوي لكن بيتعرف الجراح ده جراح متميز من مرضاه فدايما بقول المريض ما تبصش للأمثلة السيئة بص الأمثلة الجيدة وبص للعينين اللي احنا بنعملهم العمليات وبص للطفرة اللي احنا أحدثناها وادخلناها في مصر من تطور علمي وتكنولوجي ومن تقدم وبص النتائجنا في العمليات وعشان كده المريض اللي بيبقى جيني عن طريق مريض عامل عملية هو ده أكثر المرضى اللي بيستفيد لأنه بيسمع الكلام وبيطبق التعليمات بشكل يعني مثالي عايز أقرب يعني ايه محدودة التدخل محدودة التدخل هو أن احنا بنختصر الجراحة الكبيرة جدا اللي كانت فيها حاجات كتير جدا بتدمر التركيب الطبيعي للعمود الفقري لأن انت عشان تعمل عملية في العمود الفقري وتنجح انت محتاج حاجتين أنك تحقق الأهداف اللي العملية داخلها تعملها لو أنا هشيل غدروف هعمل تثبيت لفقرة هعمل توسيع للقناة العصبية هعمل استقصال ورم محتاج أعمل الحاجات دي كلها من غير ما غير في التركيب الطبيعي للعمود الفقري ومن ثم لما نشوف عملية بالمنزار زي كده هنا الغدروف أهو احنا دخلنا من الفتحات الطبيعية اللي موجودة بين الفقرات وبعضها بآلة صغيرة جدا حجمها أقل من حجم العصب بتاعنا الطبيعي اللي هو واحد من العصب اللي بتشكل الضفيرة العصبية اللي عاملنا عصب اسمه عرق الناسة ومن ثم لما بندخل من فتحة زي دي طبيعية موجودة احنا مشلناش عظم ما فتحناش حاجة في العمود الفقري وبالتالي ما أحدثناش أي تغير في التركيب الطبيعي للعمود الفقري هنا تبقى الجراحة محدودة التدخل محدودة التدخل في كونها لم تحدث أي تغيير في التركيب الطبيعي كإني عندي غرفة مقفولة وأنا دخلت فتحت بالمفتاح ودخلت عملت اللي أنا عايزه وقفلت الغرفة بالمفتاح طيب العمليات التقليدية كتبار عن إيه إن أنا بهد حيطة وادخل عشان أعمل اللي أنا عايزه أهد حيطة وادخل أعمل وأرجع بقى أبني الحيطة دي هابنيها هل هقدر هل هسيب أسار هل هدمر طبعا والفرق ما بين الاتنين كبير جدا جدا هقف قدام نقطة مهمة الجديد دايما الجراحات محدودة تدخل فيها جديد طبعا لأن هذا المجال يتطور ويتطور بسرعة والجراح المواكب للتطور ده بتبقى بالنسبة له الموضوع خطوات انت خطوة استبدلت بخطوة بنبني عملية من كذا خطوة بناء على تجارب وخبرات واستحداثات بتطرق على العمليات النهاردة مثلا لما بنوصوك مثال المريض اللي كان عنده هشاشة في الفقرات وتزحلق في الحمام وقعت كسر وبي عادة بيبقسينه كبير عنده مشاكل في القلب عنده مشاكل كبيرة تدرش تديله حتى إبرت بنج الفقرة انهارت زي كده نتيجة ان المريض ده عنده هشاشة هتعمل ايه علشان تعمل عملية وتثبت الفقرة دي معضلة كبيرة جدا المادة اللي هتثبت بيها هتفلت من مكانها النهاردة بنعمل ايه زي ما انت شايف كده بندخل ببلونة ننفخ الفقرة والفراغ اللي اتنفخ ده بنحط فيه مادة اسمنت عصبي بتتصلب في خلال 3 دقايق بتتحول من سائل الى مادة صلبة اعدت تكوين الفقرة دون ان تضع مسامير ولا دعامات ولا شريحة ولا 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 والمريض ده الجميل انه بيعمل عملية دي ببنج موضعي ويقدر يمشي على رجله بعد ما ينزل منعه على طرابيسة العمليات فاستبدلت المريض اللي كان هينام في السرير 3 او 4 شهور ويلبس حزاب ويدخل يعمل عملية هتستغرق 3 او 4 ساعات وممكن يطلع على الرعاية المركزة بحاجة خطوة بسيطة جدا بمخدر موضعي هنا الفرق ما بين التكنولوجي ومؤكبة التكنولوجي والفرق ما بين ان احنا نقف عند الحجر الصامت بتاع زمانه طيب وحدلك بتقول الحكاية دي قدامي قضية مهمة القضية دي عبرها عن 3 طرق 3 طرق بقى بنشوف احنا في المجتمع الطبي 3 طرق دول كالقاتي فيه ناس لا تتقن جراحات متقدمة في العمود الفقري ويتقن جزء معين وليكن المنظار مثلا وبيطوع كل حاجة لهذا المنظار بيقول ان انا بعمل بيه كل شيء ده طريقة طريقة تاني لا يتقن الحداثة ولا يؤمن بالمنظار وعايز يعمل جراحات بالاسلوب التقليدي الطريقة الثلاثة اللي هو الطريقة القويم اللي هو بيطقن المفروض كل حاجة عايز حدك توضح لي القضية دي المريض يعرف ازاي هو قدام مين هي طبعا اهم شيء في الموضوع منظومة المريض الطبيب والمستشفى طبيب من غير مستشفى متطورة متقدمة ولا حاجة وانت تقدر تعرف ازاي اعرف الدكتور ده بيعمل عملياته فين ايه المستشفى اللي بيعمل فيها الامكانات بتاعت المستشفى دي كل مكان الجراح عنده امكانات وتولز يعني ادوات مساعدة كثيرة جدا كل مكان راجل لعيب زي ما بنقول كده يستخدم كل الحاجات دي لتطويع العملية يعني اللي يقدر يستخدم المنظار بطلاقة في العمود الفقري وفي المخ هيقدر يستخدم معه الميكروسكوب هيقدر يستخدم تقنيات الليزر هيقدر يستخدم الجراحات الملاحية كل ده احنا بنتكلم عن حاجة واحدة الاساس فيها ان انا يبقى عندي امكانات اقدر اطوعها للعملية الجراحية ببقى عامل بالزبط زي مصمم الازياء انا افصل فستان بلوزة اميس بشكل كويس جدا يتناسب مع طول ووزن والمريض واحتياجات والفشن والموضة هو ده الفرق مبين واحد حديث وفرق مبين واحد تقليدي ده الفرق مبين واحد الناس بتاخد تجربه وشغله وتعممها وتعمل زيها ما انت مصمم الازياء لما بيعمل قطعة واحدة بيتتقلد وبيتعبل زيها كتير جدا النهاردة الجراحة المتبيز بيتقلد يعني انا تلمزتي يجي يقولولي فلان بيعمل فلان بيقولوا انه بيعمل زيك فلان انه بدأ يغير في اسلوب جراحة ده حاجة كويسة جدا حاجة تسعدني ان انا اعمم التجربة المفيدة وابقى مثل يحتزى في المجتمع اللي انا فيه والنهاردة لما المريض بطل كتير جدا من المرضى يحتاجوا انه مسافروا للدول الاوروبية عشان بقت عندنا التكنولوجي والتقدم ده وبنشتغل وبنعمل الكلام اللي بتعمل في اعرق الدول المتقدمة وبناخد الكلام ده نافذ به في المؤتمرات خارج مصر النهاردة معظم الاخوة العرب استفادوا كتير جدا من وجود التقنيات دي في مصر السؤال بقى يعني برضو العلمي هل هناك جراحات ماينفعهاش حالات ماينفعهاش جراحة محدودة التدخل المفهوم لا يعمم لكن المفهوم يطبق بمعنى ان انا ممكن العملية ككل ما تبقاش كلها محدودة التدخل لكن عندي خطوات لازم تبقى محدودة التدخل الاسلوب والطريقة بتاع الانسان اللي بيستخدم التقنيات الحديثة بيفيد المريض ان ما فادوش في العملية ككل بيفيده في خطوة في خطوتين وزي ما بقول دايما احنا دي كلها عندنا ادوات مساعدة انا هستخدم ايه المريض بتاعي محتاج ايه لو المريض بتاعي محتاج كل الحاجات دي مع بعض اعملها له ليه لا دا كده احنا مثلا في فيديو ازاي بندخل بالمنزار لان برضو بعض الناس بيصعب عليها تفهم فكرة انه يدخل عملية غضروف بالمنزار هو مش عارف يعني ايه غضروف مش عارف مكان الغضروف شكله ايه وضعه شكله ايه يعني وعلشان يجي الاستاذ كبير يشرح له ممكن يبقى صعب عليه فاحنا بنساهل على الناس دا الغضروف اللي موجود ما بين الفقرات احنا بنشيله قطع قطع زي ما انت شايف كده بعد ما بنشيل الغضروف ده بنقدر نحط مكان هذا الغضروف وسيلة يقدر المريض ده يعتمد عليها في حياته الوسيلة دي بترجع الفقرات الى مش هنقول سابق عادة قبل الاصابة بالنزلاق الغضروفي ولكن بتبقى وسيلة استعاضية الدعامة دي اهو بنحطها ما بين الفقرات عشان تحفظ المسافة ما بين الفقرات الى الوضع الطبيعي والجسم يبدأ يعمل حركة محاكية او مشابهة للحركة الطبيعية اللي بيعملها الغضروف الطبيعي قبل ما يحصل فيه انزلاق ودعمنا بدعماته مسامير من الخلف مسامير متحركة ما هيش استاتيك يعني تقدر المريض ده يقدر يتحرك نوعا من الحركة الغير ضرة يعني هيتحرك هيقدر يوطي هيقدر يصلي هيقدر يسوق هيقدر يتعامل حتى لو بيلعب كرة وممكن ينزل يلعب كرة بهذا الشكل ما بقناش عندنا مريض فقط حاجة مهمة جدا هو ده المفهوم المفهوم ان كل حاجة عندنا ربنا عملها لنا غالية جدا قد ما نقدر نحافظ عليها بنحافظ عليها هنا مفهوم الجراحة محدودة التدخل محدودة التدخل الناس بتفهمها وبعض الناس المعادية للحديث ما فيه ناس ما بتعرفش تعمل ومعندهش إمكانات وكل اللي يمتلكه شقة وبيقعد المريض يتكلم ويعمل وبيروح في أي مستشفى على الأد عشان يوفر في الفلوس فيقوله المريض لا ده المنظر مش هينفع يعملك ده أصل الجراحة محدودة التدخل محدودة يعني مش هتعمل كل الخطوات بالعكس ده بتعمل الأكتر من الجراحة العادية يعني الخطوات كلها بتتعمل دون أن نحدث أي عطب أو تلف في العمود الفقري هرجع للنقطة المهمة بقى للنقطة الربكة بين عند الناس في أنهم ما بيعرفوش يفرقوا بين محدودة التدخل والجراحة الملاحية يعني دي بقى حاجة محتاجين نفهمها للمرضى لأنه أكيد كتير منهم هيجي نتكلموا عن محدودة التدخل وقولي يعني حدودك تعملي جراحة ملاحية أو العكس في معظم الجراحات محدودة التدخل إحنا بنحتاج تقنية الجراحة الملاحية في المعظم اللي لم يكن الأغلب أو الكل للجراحة الملاحية دي هي عبارة عن إيه زي ما شرحت قبل كده هو لو أنت عندك العربية فيها جهاز تتبع ما يسمى بالنفيجيتور وأنت بإيدك زرار تدوس عليه تشغله وأنت طالع رايح مشوارك هتشغله ألا مش هتشغله أكيد هتشغله خصوصا لو كان الجهاز ده بيديك إحداثات الطريق الخريطة بيديك المرور شكله إيه في المكان ده وشكله إيه في المكان ده بيديك هتقدر توصل للمكان بتاعك في وقت ديه ولو هتتأخر هتتأخر فين بالزبط وبالتالي أنت معاك الإمكانات دي لو أنت ما بتستخدمهاش يبقى أنت بتضيع فرصة على المريض بتاعك جميلة جدا بالتالي لما حب أعمل جراحة محدودة التدخل يا حبزة لو أنا بستخدم الجراحة الملاحية إلا في حاجات بسيطة جدا لو أنا بعمل تسليق عصب أستخدم المنزار بس لو أنا بعمل يعني حاجة بسيطة جدا في فقرة ممكن أستخدم المنزار فقط دون الاحتياج إلى الجراحة الملاحية زي ما بقول هي برضو إمكانات إحنا هنا بنعمل استقصال غضروب بالمنزار لو أنا معايا الجراحة الملاحية بتطبق لي الصورة الواقعية الحالية اللي أنا شغال فيها على صورة الأشعة بتاعة المريض هتفيدني في إيه؟ إن أنا أتأكد تماماً إن أنا شلت الغضروب بالكامل لم أترك أي شيء وأتأكد تماماً إن أنا عندي فرق ما بين العملية اللي عملتها نتيجة العملية هتبلي في وقتها إنه يبلي شكل وتركيبة العمود الفقري بعد استقصال الغضروف وشكله قبل ما أستقصال الغضروف وهقدر أعرف الفرق ما بين الاتنين وأنا موجود والمريض معايا في طرابيسة العمليات يبقى بالتالي كإني عملت أشعة للمريض ده أتأكد منها إن أنا عملت اللازم في العمليات بتاعتي هنا سؤال ذاكي الانزلاخ الغضروفي عموماً العنقي تحديداً في السؤال هل لابد أن كل ينزلاخ وضروفه وعالك بجراحة؟ لا طبعاً 85-85% من الحالات ما بتحتاجش جراحة بس فين بقى المريض اللي بيجي لك بدري المشكلة دي في ملعب المريض اتأخر على ما يجي قعد لحد ما حصلت مضعفات قعد لما بقت فيه مشاكل أو بيروح له دكتور غير متخصص أو بيروح له دكتور ويكتفي برجلتة علاج أو مسكنات وما بيعملش أشعات تقول إحنا عندنا إيه فنقدر نعالجه في مرحلة مبكرة لكن عندما يتم تشخيص الغضروف كمرحلة أولى 80 إلى 85% بيتم علاجه وعلاك تحفظي طب المريض اللي جاه بعد المشكلة دي ما حصلت بعد بقى فيه مضعفات تنميل في الإيدين ألم بطولة زراع تنميل في الرجلين ضعف في عضلة إيده بتترعش لما يمسك الكوباية بدأ يحس إن رجله بتخص لما بيلبس الشراب يلاقي فرق ما بين الرجل دي والرجل دي أو في إيده يحس إن فيه إيد أضعف من التانية فيه ألم بدأ ييجي بين الكتفين هنا بقى هتعمل أشعة هتلاقي غضروف طالع ضاغط على الحبل الشوكي مشكلة الغضروف العنقي إن فيه حبل شوكي عصبي هو وصلة الحياة ما بين المخ وما بين الجسم كله في كل الأعصاب بتاعت كل حاجة وواحد ييجي يقول لي يا دكتور أنا عندي تنميل في رجلي أقول له فيه غضروف عنقي بعد التشخيص والأشعات معقولة هو الغضروف العنقي يعمل تنميل في الرجل إيه جاب الرجل للرقبة الناس بتنسى إن ده العضو الأساسي اللي جايب كل الهمزة الوصل ما بين المخ والجسم هو الحبل الشوكي العصبي بيمر في الفقرات العنقية الكلام نهاردة في الجراحات محدودة التداخل الجراحة الملاحية الجراحة بالمايكروسكوب الجراحة بالمنظر خلت عمليات الانزلاق الغضروفي العنقي حاجة جميلة جدا جدا وخصوصا لما كمان بيبقى المريض جاي في وقت مبكر ونقدر نشير غضروف ونحط غضروف صناعي هنا بقى بالمريض بيرجع يعمل كل حاجة كل حاجة كل حاجة وفي خلال ساعات بعد العملية فالتكنولوجي هنا ادينا طفرة كبيرة جدا بدل ما كانت العملية بتتعامل من الخلف لا بنعملها من قدام بدل ما كانت العملية فيها جرح كبير وغرز واوا ما فيش غرز خالص بدل العملية ما كان بيتعامل فيها مع غضروف أو اتنين على أكثر تقدير بنقدر نعمل لحد خمس فقرات المريض اللي بيفقد الغضروف ما بقتش مشكلة ما فيه غضروف صناعي بيركب مكانه الغضروف أهم من هذا كله إن المريض ده بيطلع أول ما يفوق البنج يقدر يحرك رقابته آه يقدر يقدر يقف على رجل ويمشي يقدر يقدر يوط ويصلي آه يقدر ما بيحتاجش يلبس حتى رقبة تسند الفقرات لإن احنا مش محتاجين الكلام ده لما بنبص هنا الألات دي مكبرة بشكل كبير جدا يعني لو شوف حجب الفقرات نفسها كبيرة فلما بندخل بندخل بألات دقيقة جدا من فتحة صغيرة قوي كلها ألات مايكروسكوبية بنعمل إيه؟ بنشيل الغضروف وبنعمل مكان زي بيت نحط فيه الغضروف الصناعي علشان يبقى راكب سيكيورد ما نحتاجش بقى نحط رقبة ولا المريض ده لو تانا رقبته هيحصل حاجة ولا الكلام ده والأجمل من هذا كله إن المريض ده بالعملية اللي زي دي حفظنا على الغضروف في الفقرات المجاورة لأننا لما هعمل الغضروف ده وحط غضروف صناعي هيخلي الفقرة دي رجعت تتحرك بـ 85 إلى 90% من حركتها الطبيعية وبالتالي مش هيبقى فيه حركة على الفقرات المجاورة زائدة زي ما هيبقى في الجراحات التقليدية وبالتالي المريض ده مش هيعرض الفقرة اللي اتعمل فيها الغضروف دي مستحيل يرجع فيها الغضروف والفقرات اللي فوقها واللي تحتها كمان أنا حامتها بالعملية اللطيفة دي اللي أنا حطيت فيها غضروف صناعي يركب مكان الغضروف اللي تشال ورجعت المريض ده بيعمل بقى كل حاجة هيوطي يصلي من أول يوم ويزبط في الأرض ها هيوطي يصلي هيسوق عربيته هيسوق عربيته هيقعد على المكتب هيعمل كل حاجة وبالتالي احنا هنا العلم خدمنا في هذه الجزئية هنحط حاجة مكان الغضروف اللي بز ومش بس كده ده ده مش محتاجين بقى ننام ونقعد خايفين ونعمل لا 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 هنعمل عمليتنا وهنخرج نتحرك فورا ونقدر نخرج من المستشفى في نفس اليوم على أكثر تقضية تاني يوم هنقدر نرجع على شغلنا في غضون اسبوع نبقى عقديم بنشتغل ونعمل كل حاجة ده الجزء القديم أو التركيبة القديمة من الغضروف في أحدث من هذا بكثير جدا ما بنستخدمش فيها مسامير ولا 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 بشكل أضق وأكثر حرفية عن زمان كده عظيم عندي بقى سؤال بما ان احنا كلامنا عن عنقى لازم الشارع يسأل عن القطني يعني لازم يسأل عن القطني وخصوصا ان فيه يعني ربكة عند كثير من الناس فيه مفهوم معين رغم ان احنا بنحاول نوضحه بس تعالوا بس من السؤال عشان نشوفوا الربكة فين بالضبط اسمعوا معنا أنا بس كمان عايزة استفسر عن العرق النساء والانزلاق الغضروفي وإيه الفرق ما بينهم وعرف إمتى لما يجيلي الحاجة دي ده عرق النساء أعرف من إيه لما يجيلي الحاجة دي ده انزلاق الغضروفي وهل كل العمليات لازم فتح وعمليات والكلام ده كله ولا فيه تقنيات أحدث بالمنزار والكلام ده الجزء الثاني من سؤالك جاوبنا عليه اللي هو الجرحات محدودة زحية الجزء الأول زي من قولت حدك في الثقافة ناس بترتبك مش عارفيني ان الانزلاق الغضروفي ممكن يعبر عن نفسه بصورة تعريق النساء لأنه عرق النساء اسمه عرق النساء ده عصب بطول الرجل من الخلف بيبقى مجموعة من الكابلات العصبية المجمعة ممكن انزلاق غضروفي يضغط على واحد من دول فيعمل ألم بطول العصب ممكن أكثر من غضروف أو ديء أو خشونة يضغط على يعمل لنا ألم بطول الرجل اللي بنسميه عرق النساء ومش كل ألم عرق النساء هيبقى معاه انزلاق غضروفي لأ ممكن في بعض حالات يبقى فيه ألم في عرق النساء دون أن يكون هناك انزلاق غضروفي فالعرق النساء ده حيات كتير جدا ممكن تسبب له ألم غير الانزلاق غضروفي نذهب إلى جراحات المخ الغدى النخمية جراحات أورام المخ جراحات محدودة تتدخل هنا بقى ما بقيتش رفاهية أكثر منها احتياج أكيد طبعا نحن نتحدث عن نسيج مخي الإصابة فيه تعني أضرار كبيرة جدا مفيش في الجراحة رفاهية الجراح الشاطر عمره ما كان عنده رفاهية لكن هو عامل زي لعب الكرة الماهر هو عايز يحقق أهداف وجولز معينة وبالتالي إحنا لما بنعمل عمليات محدودة التدخل ما هيش رفاهية إحنا في المخ بنعمل عمليات محدودة التدخل أبسط المثال أورام الغدى النخامية النهاردة بنعمل عمليات دي كلها بالمنظار عن طريق الأنف ميزتها الكبرى إن المريض ده مش هيطلع يباد في الرعاية المركزة مش هيطلع خايفين من تطاهر في درجة الوعي مش هيطلع خايفين إنه ممكن يحصل له نزيب بعد ثلاث ساعات أو أربع ساعات من العملية وبالتالي لإحنا ما فتحناش الجمجمة من الأساس إحنا دخلنا عن طريق الأنف بالمنظار شلنا وراء من قلب المخ من قاع الجمجمة دون أن ندخل من أي ثقب حتى في جمجمة المريض يبقى إحنا المخ نفسه لم يتعرض لأي اهتزاز أو أي حاجة تؤثر على وظيفه وبالتالي إحنا هنا بنتكلم عن مش طفرة في مجال العملية بس لأ دي كمان طفرة في النتائج بعد العملية لأن إنت لما بتعمل كمان عملية بالمنظار إنت بتشوف بزوايا 360 درجة كل أبعاد الورم أو الغضروف أو أو وبالتالي ما بقاش عندك احتمالية إنك تسيب جزء هيحتاج المريض يعمله عملية بعد كده أو إنك إنت هتسيب جزء هيرجع يتكون عليه غضروف مرتجع أو هتسيب جزء في الورم هيرجع يرد على المريض تاني هنا إنت وصلت إلى حد الاستقصال الكامل بمعنى الاستقصال الكامل هل الأدوار الخاصة أو التي ظهرت للتكنولوجيا جعلت الاعتماد على مهارة الجراح أقل أم أكبر بالعكس الجراح اللي يجري هذه الجراحات لابد أن يكون جراح شاطر جدا 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 ودايما إحنا بتيجي استخدام أو تعلم مثل هذه التقنيات إزاي كان فيه عالم في الطبيعة كلنا عارفينه بيقول نظرية الانتخاب أن الطبيعة بتنتخد يعني إيه بتنتخد يعني لما بعندي 100 واحد ضعيف فالمية دول عندي 100 واحد 100 فرد فيهم 10 أقوياء و90 ضعيف اللي هيبقى ويتكاثر ويتناسل العشر أقوياء الجراحين اللي بيقدروا يشتغلوا في المجال الحديث ومحدود التدخل لابد أن يكون من أمهر الجراحين اللي بتكونوا الجراحات التقليدية عشان يصل إلى ما يسمى بالهرم التعليمي قمة الهرم قمة الهرم التعليمي في العمليات إن أنا أوصل إلى أن أنا أبقى ماسترينج يعني بعرف أعمل كل حاجة في التقنيات القديمة التقليدية وأرتقي إن أنا أتعلم الحديث ومن ثم أشتر جراح في العمليات هو الجراح اللي بيستخدم التقنيات الحديثة لأنه يقدر بمنتهى البساطة يعمل التقنيات الغير حديثة والبدائية والبسيطة وعشان يتعلم الحديث لازم يبعارف الحاجات التقليدية دي بطلاقة شديدة جدا فمفهوم الناس اللي بتيجي تقول أنت بتعمل لي عملية بالمنظر عشان مش عايز تعمل عملية تقليدية هو أنت بتعرف تعمل عمليات تقليدية لا أنا ما بستسهلش أنا باختار الصعب لإني أتقنت الصعب والأصعب فبعمل لك الصعب علي أنا أنا أوي لكن سهل لك أنت أوي 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 ونتيجه أكيد لك أنت أحسن بكتير أوي أوي وإيه اللي ما كانش ده يبقى مصاف وده رقم واحد في الدول المتقدمة حتى لما بتسافر الدول المتقدمة عشان تعمل عملية انزلاغ ودروفي مش كل الدول عندها ناس بتعمل عمليات بالمنظر والميكروسكوب والجراحة الملاحية والدول المتقدمة مش كل الجراحين فيها ودي معلومة يمكن ناس ما تعرفهاش مش كل الناس فيها بتعمل بالطريقة دي برضو عندهم مشاهير وبرضو عندهم أسماء كبيرة لماعة بتعمل الكلام ده وهي اللي منوط بيها التطور في مثل هذا المجال خلي بالكم من جسمكم خلي بالكم من عمودكم الفقري وما تتحوروش وعرفوا أن الستر الرصيد الستر رصيد يعني كل ما ساعتك هتسوق أسرع كل ما ساعتك هتتحور تعمل غرز تركب متسكل من غير متاء بتكون يعني وبسرعة عالية ركوب المتسكل في حد ذاته ده تهور يعني المتسكل في حد ذاته قال في رأيي ده تهور ده رأيي الشخص يعني كل ما هتسحب من رصيدك من الستر ربنا سبحان الله وتعالى هتطلق رصيد على حسب أعمالك برضو من الستر كل ما تسحب يعني ولذلك لما تشوفوا بعض الحوادث يعني ده ستر ده كان هيروح ده ستر اهو ده فلت ده عنده رصيد رائع من الستر ده شوف بصه ده 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 يعني الواقف العربية ده فلت ده برضو نزله رصيد من الستر كل ده رصيد من الستر ما هو فيه مثل بيقول ايه اهو ده لا تلحق ده ده كرايح ينتحر ده مش ده ده تلحق يعني دول كلهم ربنا سترها معاه المعيز دي كله فيه مثل بيقول مش كل مرة هتصلا من جره اه بص ده ده يعني ده ده امه ده عياله ده اللواقف ده اهو واقف يعني ولا بي ولا عليه وفجأة خد باله مشي مشي زهان من الحياة من حاجها عارف انه بص ده هو زعلان من عاجة خبطته برجله دي 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 لوحدها تحتاج الى ان احنا نقف قدام الرضا انت اه 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 ده حقيقة يعني دايما بنقول كل من انت اخدت بالاسباب كل ما ربنا يسر لك الامور ومش يعني الحياة مش همايوني عيب المصريين عندنا احنا شعب زكي جدا شعب لماح شعب قوي لكن عيبنا ان احنا حاجات كتير جدا بناخدها همايوني وانا اعتمد على مظلة السدر فيه اسباب لا بد ان تأخذ فيه اسباب ربنا بيهيئها لمن يكتهد لمن يكتهد بيساعد كتير جدا وده الحقيقة احنا بنلمسه عايز اقولك ان فيه عمليات جراحية في المخ مثلا وهو الواحد بيشتغلها من كتر ما بتبقى العملية معقدة وصعبة بيبقى في لحظة كده يتمنى انه هو ما كانش يبقى موجود اساسا ليه انت بتشير بتبقى على عاطقك مسئولية كبيرة جدا لكن بيجي ايه بيجي فرج عظيم جدا من عند ربنا وحقيقة انا بقولش الكلام ده للإعلام انا بقوله فعلا ان لله تعالى الفضل الاكبر والحمد في انه هو بيصنع من الانسان حاجة كويسة اذا اكتهد وانا حقيقة بلمس نعمة ربنا في كل حاجة ربنا ادهالي الحمد لله الحمد لله انت نورتنا وشرفتنا واسعدتنا بهذا الحوار الممتع جدا المتنوع ما بين الحديث في الجراحات محدودك التدخل مرورا بالجراحات الملاحية وذهبنا على الغضروف العقني وعرجنا على الغضروف القطني والنساء وألم ننسى وعطينا لجراحات البخ والغدن وخمي حقها من العطاء فيهرس رائع وده متميز للغاية واسعدتني سعادة كبيرة شكرا ومشكرين على الزيارة دكتوريو شكرا